احنا لازم نحضر نفسنا على المرحلة لما الكهرباء هتتنقل مجالك بلادي الطاقة المتجددة حل أساسي ورئيسي في تأليل أو منع اعتمادك على الوقود وبالتالي هي عندها القدرة انها تحل مشكلة مصر حل نهائي ولكن هل عندك القدرة النهاردة في مصر ان انت توصل بالطاقات المتجددة انها تشيل 100% من احتياجاتك من الكهرباء بس هلت فكرة الطاقة المتجددة ممكن يبقى ليها تأثير على الاقتصاد في مصر او المشاكل الكهرباء في مصر عندك مصانع يعني اسأل ناس لك احنا عايزين ندعم التصنيع حلو جده بس هتوصل الكهرباء قد قد قيل المصانع اللي لازم تشتغل بعض وشكين ساعة ما يتبعش تقول مصانع الساعة بتاعتها بملايين معلش احنا هنقطع الكهرباء 3 ساعات كل يوم 4 ساعات ده هننصيبه هي الدنيا مش حلوة اللي انا بحاول اقوله لك انه مفيش حل سحر انت عندك تحديات تقنية واقتصادية احنا بالفعل شغالين عليها الشغل اللي احنا بنعمله النهاردة هو اللي هيؤدي ان بعد 7-8 سنين مصر تبقى اكتر قدرة على انها تعتمد على نفسها وما تعتمدش على الوقف معاني النهاردة احمد زهران الكو فاوندر والسي او لشركة كارمسون اهلا نعم اخباركي الحمد لله لكل اصحاب المشاريع فاوري بيزنس بيقدم حلول لي كل موظفينك اي ان كان نوع او حجب مشروعك من اول خدمات التحصيل من عملائك ومدفوعات الموردين لتأمنات الموظفين وخدمات البيرون لو عايز تعرف تفاصيل اكتر روح على الويب سايت اي حاجة في خيالك فاوري بيزنس حلها لك مشكلة التأليد والغش التجاري بتخسر الشركات مئات المليارات سنوية دلوقتي كارا بتقدم حلول رقمية للمصنعين بتمكنهم من حماية منتجاتهم من الغش التجاري وكمان بتتتبع منتجاتهم خلال سلاسل انداد وصولا للمستخدم النهائي اعرف اكتر عن حلول كارا الرقمية من خلال موقعهم كارا دوت نت بدأت البزنس بتاعك وبتعمل كل حاجة لوحدك؟ سي او في شركتك ودايما حاسس ان فيه خطوة نقصك؟ بتحاول دايما توفر لهم كل حاجة عشان تحافظ عليهم وعلى اختيارهم للبقاء في شركتك ماجنت هتوفر لك دلوقتي كل الحلول الإدارية وخدمات الـ HR في كل المراحل من اول تعيين الموظفين واختيار الكوادر الصحة واستثمارهم معاك لحد توفير برامج تدريبية مختلفة مناسبة للتين بتاعك عشان ما يبقاش في حاجة تعطلك تكبر البزنس اللي بدأته زوروا موقعنا دلوقتي بيداشماجنت دوت كوم وسيب الباقي علينا السلام عليكم واهلا بيكم بحلقة جديدة من بزنس بالعربي بودكاست معاكم احمد رشاد مانجمينت كونسولتنت ومؤسس منصة بزنس بالعربي معايا النهاردة ديف جديد هيتكلم معانا على سبجيك او امر مهم كتير اوي ناس سألت عليه وبصراحة ما كانش معايا ديوف كتير هيعرفوا يتكلموا في التوبيك ده او متخصصين فيه فكنت مبسوط اوي ان احمد يكون معانا ديف النهاردة هيتكلم معانا عن البزنس في مجال الطاقة المتجددة معايا النهاردة احمد زهران الكوفاوندر والسي او لشركة كارمسول زكي احنا احنا اخيرا افاشناك وعرفنا نجيبك معانا فقالنا فوق السنة بنحاول نتواصل وبتسابر كتير وما عارش نزبط مع بعضينا الاعداء بس انا مبسوط ان انت معانا النهاردة انا كمان طيب قبل ما نبتدي يا جماعة الحلقة عايز افكرك او فكرك لو بتتفرجوا علينا على اليوتيوب ما تنساش تفعل جرز النوتفكيشن اعمل شير للحلقة ولو مع شخص واحد واكتب لنا في الكومنت رأيك او رأيك او اسئلتك ليا او لأحمد ولو عندكم ديوف حابين يكونوا معانا في المستقبل ولو بتسمعنا او بتسمعينا على اي منصة من منصات البودكاست صوتية زي ابل بودكاست جوجل يوتيوب ميوزيك او سبوتيفاي او انغامي وننساش تعمل شير ولا هم مع شخص واحد عشان نقدر نوصل المعلومات دي لأكبر عدد من الناس زجع الحمد لله اخبارك ايه تمام انا دايما اول سؤال بحب اسأل يعني اولو لضيف عرفنا عن نفسك انا متخرج من مالية واقتصاد من جامعة الامريكية حلو في سنة 2002 حلو بعد كده اشتغلت في البترول لمدة خمس سنين في تونس وفي انجلترا وبعدين رجعت على مصر كان قبل الثورة يمكن بسنتين او سنتين ونص وبعد الثورة اسست مع مجموعة من زمنائي كارم سولر طب ممكن تقولينا يعني نبزة سريعة عن كارم سولر قبل ما تخش بالتفاصيل لان احب نتسمع من دول مختلفة مش بس النصر بحالة يدمي الدولة فايه هي شركة كارم سولر بتعمله ايه عدد التيم ايه حجم المشاريع الموجودة دلوقتي وايه نوع البزنس كارم سولر هي شركة بالاساس كانت بتشتغل في الطاقة الشمسية دلوقتي اصبحت شركة مرافق عامة بتشتغل في تنمية وتطوير المرافق اللي محتاجها ايه بلد عشان تشتغل ولكن الحاجة الاساسية اللي بتفرقها عن شركات المرافق الاخرى انها بتعتمد بالاساس على الطاقة الشمسية في كل الحاجات اللي بتقدمها سواء كانت انتاج كهرباء او توزيع كهرباء او انتاج مية او كل الحاجات المرتبطة عامة بالبنية التحتية بتاعة المرافق بتاعة ايه مجتمع فكارم سولر الحاجة الاساسية اللي بتحاول تحققها النهاردة ازاي تغير مرفق الكهرباء بالاساس والمرافق اللي حواليه من انها من النهاردة بتعتمد بالاساس على الوقود الاحفوري انها تبقى معتمدة على الطاقات المتجددة وبالاخص الطاقة الشمسية لانه الحاجة اللي احنا اكتشفناها من شغلنا وده اللي بقت اهدف الوجودية بتاعة كارم سولر انه انك تشتغل على انتاج الطاقة الشمسية لوحده ما هواش كفاية لان الطاقة الشمسية دي بتدخل في صناعات كتير بتدخل في شبكة كهرباء بتدخل في اطار بالفعل موجود ما هواش متناسب مع الطاقات المتجددة عامة فبالتالي قدرتك على ان انت تزود من الطاقة الشمسية معتمدة على تطوير حاجات تانية خارج الطاقة الشمسية محتاجة انها تتطور عشان تقدر تزود من استخدام الطاقة الشمسية فاللي احنا بنعمله النهاردة هو اعادة تخيل مرفق الكهرباء واعادة تصميم مرفق الكهرباء من محطات انتاج شبكات توزيع نظم ادارة بحيث انها تدي الطاقة الشمسية قدرتها انها تكبر بحيث ان الطاقة الشمسية تبقى هي المورد الاساسي للكهرباء اللي الناس بتعتمد عليه او الطاقات المتجددة عامة حلو طيب انت حجم التيم بتاعك دلوقتي قد ايه وايه حجم المشاريع عندكم احنا وصلنا النهاردة في مصر عندنا تقريبا بقينا 200 حد تقريبا في شبكات التوزيع بنودير اكتر من 100 ميجا او MVA عشان نبقى بس دقيق يعني وفي الانتاج حوالي 43 ميجا انتاج من الكهرباء محطات نفسها ولا بنبني المحطة وساعد بنبني الشبكات وبنشغل المحطات وبنشغل الشبكات عندنا رخص انتاج كهرباء في مصر عندنا رخص توزيع كهرباء في مصر بناخد امتيازات توزيع كهرباء في اماكن مختلفة من البلد بنكون متواليين انتاج الكهرباء او توزيع الكهرباء او الاثنين في الاماكن اللي حيب نشتغل فيها حلو طيب نرجع شوية بقى بالحدودة دوتالي انت اصلا تخرجت في مجال دراس الاقتصاد في جامعة الامريكية صح؟ بزبط ايه اللي جاب الاقتصاد للسولر انرجي والطاقة متجددة وللنوبل انرجي ازاي يعني ازاي يعني حد خريق الاقتصاد ممكن يشغل بحاجات زي كده انا انا عايز اخش في الطاقة المتجددة الفكرة دي جات لك ازاي؟ اي مجال في الدنيا قائم على مجموعة من الناس بتشتغل في تخصصات مختلفة بمعنى انه حتى في البترول البترول ما هواش قائم فقط على مهندسين واقائم على مهندسين جيولوجيين واقتصاديين ليه؟ لان في الاخر الخدمة المقدمة او الحاجة المؤسسة اللي بتبنيها معتمدة على التلاتة حلو فجزء من الاجزاء الرئيسية اللي هاني قادع في الطاقة المتجددة هو جزء الاقتصادي بتاعها ليه؟ لان اقتصادياتها مختلفة عن الطريقة اللي احنا متعودين بيها ان احنا بنستخرج الطاقة او بننتج الطاقة ازاي؟ احنا على طول معتمدين في انتاجنا للطاقة لان انا عندي خزان فيه وقود بحرقه وبطلع منه الكهرباء اللي انا محتاجها او عندي حق غاز باخد منه الغاز بيوصل لحد المحطة بتاعتي وبطلع منها الكهرباء اللي انا محتاجها بالطاقة المتجددة بتشتغل بطارية مختلفة تماما لانه هي غير يعني ما هيش قدرتك على تخزنها ما هيش زي الوقود مختلفة تماما عشان تقدر تخزن الكهرباء محتاج بنية تحتية مختلفة محتاج تكنولوجيات مختلفة عشان تقدر ان انت تستفيد من الطاقة الشمسية او طاقة الرياح او جاز العملية نفسها مختلفة ما بتخليش الطاقة متاحة عندك زي الديزل مثلا او اي نوع من الوقود التانية فده خلى ان الاقتصاديات اللي بتبني حواليها محطات الانتاج او شبكات التوزيع المعتمد على الطاقة المتجددة مختلفة فكان لازم تصميم اقتصادي جديد يقدر ان هو يتعامل مع المشكلة دي ويطوعها انك تقدر تطلع كهرباء من ارخص والناس تستعرف تستخدمها من غير ما يحصل تغير كبير في طرق استخدامهم للطاقة خلي بالك احنا النهاردة معتمدين ان احنا بنستخدم الطاقة او بنتعامل مع الطاقة بطريقة معينة لو انت متعود ان انت الكهرباء في بيتكم بتوصلها بطريقة معينة بتستخدمها بطريقة معينة انت مش عايز تغير حاجة زي كده عايز السيستم يبدل شغال زي ما هو طبعا الناس طالك انا الا اعرف احسن معركوش بالزبط احنا مهمتنا او شغلنا ان احنا نوصل بالطاقات المتجددة لمرحلة تقدر انها تتعامل مع او الناس تتعامل معها بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع محطات الانتاج او شبكات التوزيع الموجودة النهاردة. فده محتاج تطوير كبير قوي من الناحية من ناحية نظم الاقتصاد الوراء المحطات اللي بنعملها من ناحية التكنولوجيا نفسها من ناحية الطلبات اللي احنا بنطلبها من المهندسين مع المهندس اللي قاعد بيصمم شبكة الكهرباء او اللي قاعد بيصمم محطة الانتاج بيجيلوا متطلبات معينة على حسب نوعية المتطلبات دي بيطلع التصميم بتاع المحطة او بتاع الشبكة. فلما لقينا انه المتطلبات اللي بتروح للمهندسين لما بيجوا يصمموا المحطات او شبكات التوزيع بتكون بالاساس حاجات تقنية او بتكون حاجات مش شرط انها مرتبطة بالقدرات الاقتصادية او الامكانيات الاقتصادية اللي مربوطة بالتقاتجة دية متجددة. لقينا انها مش شرط تكون مربوطة بنوعية الاستخدام. ان الناس عندها حاجات معاناة بتفضلها في استخدام الطاقة. فلما تاخد الحاجات دي كلها وتدخلها كمدخل جديد ما كانش موجود قبل كده النتيجة بيبقى انه التصميم النهائي اللي بيطلع لك لشبكات التوزيع. التصميم النهائي اللي بيطلع لك او التعامل بتاع المستخدم النهائي مع الطاقة بيستخدمها ازاي هتلاقي انها هتطلع مختلفة تماما. وده اللي احنا مركزين عليه. ازاي نخلي النقلة اللي هتحصل في عربياتنا من البنزين للكهرباء. النقلة اللي هتحصل في بيوتنا من شبكة الكهرباء العمومية لاستخدام التقات المتجددة. النقلة اللي هتحصل في تشغيل الشبكات بتاعتنا. من الاعتماد على الغاز الاعتماد على التقات المتجددة. ازاي تبقى نقلة سهلة. عشان توصل انها تبقى نقلة سهلة. وفي نفس الوقت اقتصادية. وفي نفس الوقت الكهرباء تبقى ارخص تحقق كل حاجات دي مع بعض. انت محتاج شغل كتير جدا. مش بس شغل تقني. لأ شغل في اقتصاديات بتاعتها. هتتمول ازاي? مين اللي هيمولها? هتجيب الفلوس منين? العائد على الاستثمار ده هيبقى شكله ايه? هل العائد على الاستثمار ده هيبقى جذاب كفاية انه هو يجب لك استثمارات من الحتة اللي انت عايزها ولا لا? كل الحاجات دي هي الحاجات اللي بنشتغل عليها النهاردة. في نفس الوقت اللي بتشتغل فيها على تطوير التقات. حال. طيب خلينا نرجع بالحدوتة شوية لقدام. انت كنت عاد تشتغل تدينيه في مجال البترول? تقريبا يعني اكتر شوية من خمس سنين. اقل من ست سنين. وكان ايه الرول بتاعك? في الاول كنت شغال في توزيع الغاز في تونس. وبعد كده اشتغلت في شهادات الكربون في انجلترا. فكلها حاجات ما كانتش مرتبطة بالبترول نفسه بصورة مباشرة. بس يمكن لما اشتغلت على شهادات الكربون بطايت اشوف التأثير بتاع التقات المتجددة على الانبعاثات. ودي كانت يمكن نقطة البداية اللي خليتني ادرك انه التقات المتجددة هيبقى ليها دول كبير جدا وما فيش ناس كتير بتشتغل عليها بالطريقة اللي انا كنت متخيلها. وايه كان الرول بتاعك في الخمس سنين دول? او خرقت بايه اخر الرول بتاعك? كنت كنت محلل استثماري او محلل مالي. فكان شغلي بالاساس في الجزء المالي او الاقتصادي بتاع الحاجات اللي انا كنت شغال عليها. حال. انت كنت شغال في شركات بترول مالتي ناشنال. دخل كويس. مرتاح نوعا ما. ماديا او كده شركات البترول. اه فيه كارير واضح. ايه اللي خليك تفكر? والله انا عايز اعمل بيزنس في الطاقة المتجددة في بلد وقتها كانت بيدي تعمل الطاقة. محدش فهم يعني اه سولر انرجي اوي. اه ما كانش ناس مهتمة بالموضوع ده اوي. ولا حتى من ناحية اللي هي صناع القرار في الدولة او حتى الناس. لان كان فيه دعم كبير لها. ايه اللي خليك تاخد الخطوة دي? والله انا عمري ما تخيلت او فكرت انا ناخد الخطوة دي بصراحة. يعني هو اللي حصل ان انا كنت لما رجعت مصر اشتغلت في شركة محلية. وكنت باشتغل معاهم في الطاقات المتجددة علشان اعمل مشاريع طاقات متجددة في مصر. طاقة شمسية بالاساس. واللي حصل ان بعد الثورة هم افلوا الشركة اللي انا كنت بدارها كانت شركة صغيرة قوي افلوها ومشونا. وانا كنت متحمس جدا ما زلت للحاجة اللي انا كنت عايز احققها. وزملائي اللي كانوا معايا كانوا نفس الحكاية متحمسين جدا ان هم يحققوها. فاحنا لقلنا نفسنا في وضع ان احنا ما بقاش عندنا شغلانا بنشتغالها كموظفين. بس في نفس الوقت عايزين لسه نحقق الحاجة اللي كنا عايزين نعملها. وكانت سيستم جديد لضخ مية الابار بالطاقة الشمسية. لان كان فيه مشكلة تقنية فيها وكنا بنحاول نحلها. فقلت لهم طب ما نعمل شركة ونشتغل على الموضوع ده لوحدنا نحاول نعملو لوحدنا. وهي ابتدت بالطريقة دي. يعني كنا اربعة ومعانا اربعة مستثمرين. والاربعة مستثمرين اللي كانوا معانا هم المزايلوا معانا. كانوا من الموظفين من الشركة اللي مشت. فكان الموضوع اللي بالنسبة لي كان يعني كان جميل جدا بصراحة. بس كنت ممكن ترجع يعني شغل في شركة بترول بدلا انا عارفت ابتدت روحت صحرة غربية وحيات يعني. يعني. ما كنتش بتشغل في التجمع والخامس. كنتش تغل في صحرة غربية وعادت انا عارف المشاريع في الاول وكده. كنتم ممكن تخش شركة البترول تاني وتعمل ساري كويس. وتدورها على شركة. يعني الموضوع ما كانش يبقى صعب عليه. ليه ليه. اعتقد الحالة النفسية اللي كنا فيها. مشان الواحد يمكن كنا كلنا. عايزين نسبة نفسنا جدا. بالذات لما يعني لما تحس ان حد رجل اعمال كبير وعنده شركة كبيرة وممكن يعمل شركة صغيرة في التقاط المتجددة. بس باخدها كهوية. ولما تحس انه. ولما تحس انه عنده القدرة انه هو ينهي الموضوع. ويمشي الناس. انا بصراح الموضوع ده استفازني جدا. يعني كنت بحس ازاي انه. طب ليه احنا يعني ما نعملش حاجة نحافظ عليها. ما تبقاش في ايد حد تاني هو اللي يقرر انها تكمل او توقف او كده. فاعتقد دي حاجة من الحاجات الاسية اللي كانت اللي كنت بفكر فيها. خليب يا لك ده كان في 2011 كان سنة الصورة. فكان ده جزء من الحاجات الاسية برضو اللي نفسيا يمكن كانت من الحاجات الحاسيسة اللي كانت حلوة. اللي هو التحدي انه لأ ها. ليه ما نجربش بنفسنا وممكن تشتغل. واللي حصل الناس تلمت حوالينا. يعني دي اجمل حاجة في الموضوع انه الناس اللي ديتنا فلوس في الاول واستثمرت معانا. والفلوس اللي خطناها من المدخرات بتاعتنا. كانت كل حاجة تعمها حلو. بصراحة. يعني فكان الموضوع صعب قوي انك تقول له لأ. بس بس انا ما كنتش متخيل ان انا هعمل حاجة زي كده. بس الانفسترز دول يعني اكيد كان بيبصل طويل المدى. هو ما كانش عايز يعمل فلوس على طول ويشغل فلوسه. لانهو البيزنس ده في وقتها. ولغاية دلوقتي. هو مستثمر طويل مدى. فأولاية الاوية تلاقي عقلية المستثمرين دول في الشرق الاوسط. يعني انا فاكر انا حتى اول ما جيت مصر كنت بسيت على حاجات في السولر انرجي مش عارف ايه. اول ما كنت عاد مع واحد انفستر يقول لي والله ايه انا مبسوط بالشباب الطموح والكلام. اعرف ان انا مش نعمل اي حاجة. وتعلمت ان الاول ما حد يقول لي الكلمة دي اجري بسرعة على طول. لانهو مش عامل حاجة ولا حيداعمك. وقبل لك ايه. طب بس انا اوت. مصر غنية جدا. والمنطقة العربية متى. يعني احنا عندنا اه مستثمرين افراد مش بس من مصر. من مصر ومن تونس ومن لبنان والاردن. اه مصر غنية جدا. والدول العربية. بال اه الناس اللي هي في نص الكرير بتاعها مثلا. اللي عندها مدخرات عايزها عايزة تحطها في حاجة جديدة. حال. بس اغلبهم بيبقى يدور على ان او عايز دور فلوسي. مش عشان ان انا استثمار طويل مدى. مش ده اللي انا شفته. اه. يعني انت ممكن تكون شفت حاجات تانية. اه. غير اللي انا. انا بكلم على السائد يعني. انا انا معرفش ايه السائد. يعني مش عايز احكم ايه السائد لان انا فعلا معرفوش. بس اللي انا متأكد منه. اه. ان عمر ما كان عندنا مشكلة ان احنا يجي لنا تمويل من اه افراد. حال. ومعظم تمويل الشركة. ما كانش كله يمكن. لحد الفين وتسعة عشر. كان جاي من افراد. حال. بديد الشركة بالمجموعة الصغيرة. ايه اللي حصل بعد كده. اللي حصل انه اه. طبعا احنا كنا حاجات كتير من اللي شغالين فيها. كل ما كنا نحاول نقول الناس ان احنا بنشتغل على تطوير حاجة جديدة في ضخمة الابار بالطاقة الشمسية. وان احنا بنعمل بيتنت. او بنعمل براءة اختراع. ما كانش حد بياخد الموضوع بجدية. بس عملناها. اشتغلت يوم اول محطة لنا ده خمية الابار بالتكنولوجيا بتاعتنا اشتغلت في ابريل 2013. ستة ابريل 2013. في لوحات البحرية. ايه اللي ودك الوحات? اه راجل عظيم جدا. اسمه المهندس طرق ابو بكر. ده كان اول عميل لنا. وساعة لما انا فاكر انا حكي حاجة كده حصلت ساعة لما رحت له. وقلت له ان احنا بنحاول نعمل تكنولوجيا عشان ضخ مية الابار بالطاقة الشمسية. وهو عنده مزرعة كبيرة جدا في لوحات البحرية. وبعدين هو جاب كونسولتنت يعني عشان يشوف سكان الكلام اللي احنا بنقروده صح ولا لا. والراجل قال له الناس دي بتفتي. والراجل ده متخرج من جامعة كبيرة جدا في امريكا من ام اي تي. فكلمته طبعا مسموعة. بس المهم ان هو قال له اللي هما بيقرودها مش هيحصل مش عارفة يعملوا حاجة زي كده. لان احنا فعلا الحاجة اللي كنا بنحلها في الوقت ده في 2011 كانت تقنيا فعلا صعبة انك تشغل محطة الطاقة الشمسية مع ترومبا بحاجة اسمها سرعات مختلفة عشان الشمس الكهرباء اللي بتطلع منها او الطاقة اللي بتطلع منها متغيرة. فده ممكن يحرق الترومبا. فكان محتاج حل تقني. واحنا كنا بنقول ان احنا شغالين عليه وهنعمله. ما كناش لسا عملناه. يعني كنا بنقول ان احنا هنعمله. فانا كنت حاسس ان الموضوع انتهى. يعني طالما الراجل قال له اللي هو جايبه. قال له حاجة زي كده مش هتشتغل او الناس دي مش قادرة انها هتعمل حاجة زي كده. انا طبعا اتنرفست جامد فاكر جدا الاجتماع ده واعتقد يعني كان قدريتي على التحكم في عصابي كانت ولا الاج جدا. كنت كم سنواته. اتنرفست جامد تحت تلاتين. اتنين وتلاتين. اتنرفست جامد وزعقت. ولأ عندنا القدرة ان احنا نعملها مش هافيه وبعدين انت عمل اجتماع تاني. كنت متحكم فيه في عصابي اكتر. والمهندس طارق قال لي يعني انت شايف يا احمد ان انت تقدر تعملها. فقلت له اه. قال لي تبص. انا هخليك تعمل ترمبا وهتجليك ترمبا تشتغل عليها. ولو اشتغلت هتفعلك بعد ست شهور. على عشر سنين. فقلت له انا موافد. على عشر سنين. على قصات على عشر سنين. اللي هو بيطفشك يعني. هو عايز يشوف في الاخر. هو رجل عظيم جدا. يعني هو نفسه بنى يعني هو رجل من من اعظم الناس اللي قابلتها في مصر بصراحة. يعني هو رجل في تفكيره. نمط تفكيره او طرق تفكيره في الحاجات اللي بيشتغل فيها. هو اخد ريسك عليكم كبيرة قوي يعني. مجازف كبيرة. هو يعني في الاخر فاهم يعني ان انت تبقى مؤمن بحاجة. لان هو نفسه قصته عظيمة جدا. يعني هو هو اللي اخترع على المعسل التفاح. يعني هو الفورميلا اللي بتتحط على المعسل هو الاول واحد عملها. ده ليه قصة كبيرة يعني. فاشتغلنا رجعت للتيم وقلت لهم بصوا احنا معنا الفلوس في البنك اللي احنا اخدناها. قدامنا حل من حلين. يعني ما نحطها في المحطة دي. ونسبت نفسنا. او نخلي فلوسنا في البنك ندور على حد تاني. بس قلت لهم انا شايف ان قيمة الشركة وقيمة الفلوس دي لو حطناها ان احنا نحاول نعمل الموضوع حتى لو دفع علينا الفلوس على عشر سنين ايه المشكلة. والمهانستر قال لي لو دي اشتغلت. انا هدي لك بقية الابار بتاعة المزرعة. وكان عنده كمية ابر كبيرة جدا. خمس الف فدان فقا. يعني. متكلمة لعدد محترم من الابار يعني. كان حاجة تعيش الشركة سنتين ثلاثة. اه وبالفعل اشتغلت. الحمد لله. ودي انا تعلمت منها حاجة انه ساعات حتى لو انت عندك شهادة من جامعة محترمة وجامعة كبيرة زي اما اي تي. وكدا انه في ناس بتتاجر بشهاداتها. يعني بيبقى عندها القدرة انها او بتحس انها في موقع انه يمكنها منها تحكم بسرعة على اي حاجة بناء على ما هو متاح قدامها ساعتها يعني خلي بالك انا كنت انا مش مهندس وقاعد قدام واحد عنده دكتوراه في الهندسة من ام اي تي وانا بقول على حاجة هتشتغل وهو بيقول انها مش هتشتغل فانت حتى لو البزنس اونر او الشخص الحميل ممشيش على رأيك انت عزره يعني هتعزره بالضبط بس الحاجة اللي فعلا اللي كان مخلاك مطمئن او واثق انت هتعزره بص يعني انا بحس انه في الاخر هي دي وظيفة البني ادم انه هو يعني لما بيكون قدامك مشاكل معانا بغض النظر مشاكل دي نوعيتها انك تحب تحلها بس غيرك كان ممكن يقول ايه اذا كان رجل بتاع ام اي تي ودكتور في الهندسة قال كده يعني احنا الشباب صغير هنعملها يعني كنت ممكن تعمل كده وما حدش كان حيلومك يعني بس هي دي بالضبط مشكلتي انه حد عنده دكتوراه في الهندسة انه ممكن يكون عنده القدرة انه يلغي حد قدامه من غير ما يكون الموضوع الدراس كويس يعني تاني انا طبعا يعني في جانب في الحتة دي تقني جدا تماما انا وظيفتي ان انا اجيب الموارد والبني ادمين وحطوهم في مكان واحد عشان يشتغلوا على حل حاجة معينة لكن انا عمر ما بيكون في اداية الحل التقني نفسه لان انا مش مهندس طيب ادرجي يعني بتاع بيزنس الادارة وكده وانا عارف ان دي يعني مكمن القوة عندي فلما بتقابل حد مش بيشوف الحتة دي وبيعتقد ان كل حاجة بيتم الحكم عليها من ناحية تقنية بناء على ما هو متاح النهاردة قدامي فقط بحسن انه نوعية الناس دي هاي اللي بتوقف حاجات كتير كان ممكن تحصل فاهمني؟ ان انا يبقى عندي قرار مسبق او موقف مسبق من حاجة لانها مجال تخصصي حال يعني ساعات لما بقى متخصص في حاجة ممكن اتعمي من الحاجات الجديدة اللي ممكن تكون جاية من الناس خارج التخصص بداية وده اللي انا تعلمته ان انا بحاول احمي نفسي منه على قد ما اقدر لان هو الحقيقة ان التكنولوجيا بتتغير بسرعة جدا دلوقتي كل لو انت عند يعني انا قد حتى وانا دارس برا وكده كان البروفيسور او الدكتور اللي كان شغال معايا كان يقول لي احمد انت اللي هتاخدو في اخر سنتين في الجامعة اول ما تتخرج هيبقى ابسليت انتهى اصلا وفيه جديد انا بعلمك ازاي تفكر بس بطريقة مرتبة في الهندسة يعني اتخرجت من الهندسة فده الحتة اللي انا دايما باخدها من الهندسة اللي انت بتفكر بطريقة بتعرف تحل المشاكل بتعرف ترتب امورك لكن اللي انت تعلمته من سنة هو النهاردة ممكن يبقى خلاص انتهى انت عارف انا ساعات في لما كون مسألا عايز اغلس على التكنيكل تيم عندنا او كده بقولوا احنا لازم نحضر نفسنا على المرحلة لما الكهرباء هتتنقل مغير كبلاد هم طبعا بيوضعوا يضحكوا عليك لانه هم في الاخر خلي بالك الدفايد او الاسمة اللي ما بين التقني والغير التقني كبيرة جدا وحقيقية جدا صحيح ما كنتش بتشوفها قبل كده بمعنى ان انا النهاردة لما الخبرة بتاعتي او الاكسبرتيز بتاعتي مثلا في البيزنس موتلس بس ازاي ان انا بقى اسمع حد من بره المجال بتاعي وهو بيعقب او او بيدي فيدباك او بيتكلم معي او بيتناقش معي في البيزنس موتلس مهمة جدا لانه ممكن يكون عنده حاجة هستفيد منها حتى لو هو خارج تخصوصي ممكن تكون نوعية الاسئلة لو انا مش فاهم نوعية الاسئلة ممكن تفرق معي جدا فعلى طول بحب ان انا ركز على الحاجات ايش الناس حتى ما يبقاش عندها سقف لما هو ممكن بمعنى انه النهاردة لو انت اتكلمت مع اي مهندس على نقل الكهرباء من غير كابلات هيتكلم عليها انه حاجة من رابع المستحيلات وحتى لو تقنيا حصلت الهدر فيها في الكهرباء يكون او في الانتاجة يبقى كبير جدا واقتصاديا هتبقى صعبة جدا كل حاجة ضدها الحاجات اللي كل حاجة ضدها هي غالبا المستقبل وده اللي انا اتعلمته لانه احنا في الاخر لو ما كانش حد قرر ان في حاجة مستحيل انها تحصل بس برضو هحاول ما كانش البشرية اصلا تقدمت فعشان كده لما تبتدي عندك القدرة على تخيل الحاجة زي كده وعلى تقبلها هتغير طريق التعاملك مع الاخرين وهتغير مدى جديتك في التعامل مع الحاجات اللي انت مش مقتنع بيها او اللي انت مش شايفة وهي دي اللي بتفرق فريق قاوي عن فريق ضعيف خلي بيها لك خلي اقولها لك بطريقة تانية اي اي حد بيشتغل مننا محكوم بتلات حاجات هي اللي بتحدد قيمته في المكان اللي هو فيه وله حد كبير قنته كبني ادم التلات حاجات دول هم المعرفة التكنيك النولج الصنعة بتاعته السلوك او الاتتتوت بتاعه في التعامل مع الاخرين في التعامل مع المشاكل في التعامل في كافية ادارة حياته والحاجة التالتة هي الفيدباك او الاستماع للنقد او تقبل النقد التلات حاجات دول اللي بيطلع منهم البني ادم اللي عنده القدرة على البناء انه بيبني ولو اتنين منهم بازوا الموضوع انتهى قدرتك على البناء ووسعات قدرتك على العمل بتنتهي ليه؟ لان انا النهاردة محتاج صنعة محتاج معرفة محتاج استخدم المعرفة دي باتتوت او سلوك محترم وكويس وفي نفس الوقت لو عندي مشكلة في واحدة منهم محتاج يبقى عندي القدرة على الاستماع وتقبل النقد ودي موضوع صعب جدا 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 لانه بيحتاج ادارة للمزاج وادارة للنفس وتحكم فيها بيحتاج مجهود كبير وقدرتك على ان انت تصلح صنعتك او التكنيكال اكسبرتيز بتاعتك او ان انت تصلح من السلوك بتاعك مؤتمد على قدرتك على الاستماع فانا بشوف ان التلاتة دول يعني من من تعاملاتي مع الناس عمتان سواء كانوا عملة او مستثمرين او ناس بنشتغل معهم او جوال فريق انه دول التلات حاجات اللي لو موجودين عند اي حد فهو الشخص ده قادر على البناء ودي تاني سؤال عجيب او غريب زي هل ممكن نقلك كهرباء من غير كبلات تعاملك مع السؤال ده على الرغم من النهاردة في اطار ما هو موجود وما هو ممكن بيعتبر مستحيل بس تعاملك معاه وقد ايه هتاخده بجدية وقد ايه هتتخيله مش شرطة تشتغل عليه بس قدية هتتخيله هي اللي بتحدد قدرتك على ان انت تتعامل مع المشاكل في يعني كنا بندرس في الستراتيجي في البيزنس كانت بتكلموا بالكيس بتاعت كندي لما راح لامريكا وقالوا احنا هدفنا ان احنا ويجوا تدمون ونطلع على الامر والكلام ده كله فكانوا يكلموا على الستراتيجي يعني في البيزنس فكان يقولك ان هو حط هدف وقتها غير طبيعي انت بتكلم في الستينات بيقولك احنا نطلع على الامر وبلابلابلا الكلام ده كله بقال ولكن ان لو كان قال الناس احنا عايزين نعمل نقلة نوعية في التكنولوجي كلام عايم جدا لكن لما حط هدف انسبريشن القوي او يعني بيحفز الناس قوي قالك حتى لو الناس ما وصلتش الهدف ده هي هتوصل لأعلى حاجة ممكنة قريبة لي هي مش بس ان هو حط الهدف ان هو انه ارسال انسان الى سطح القمر هو الحاجة الاساسية انه هو قال قبل نهاية العقد بزبط يعني الكلام ده اعتقد قاله 61 او 62 حاجة زي كده وقال قبل نهاية العقد ده هنحط انسان على الامر حال فانت الفكرة انه هو خاطر بسمعته وخاطر بمصدقيته علشان يحط الناس على طريق يوصلهم لحاجة عظيمة جدا والكلمة دي عملت نقلة نوعية كبيرة جدا في الصناعات في امريكا حتى الصناعات اللي منهاش دعوا بمجال السبيس او مجال الفضاء سبابها الصناعات دفاعية صناعات في مجالة كتير وعملت نقلة نوعية لان كتير قوي طبعا الناس لو درسة شوية هناك يعني في التصنيع ايه اللي بيحصل دايما ان اول حاجة قاطرة الابتصاد بتمشي ان الصناعات الدفاعية في امريكا الحاجات اللي بتفشل منها او الحاجات اللي ما بتمشيش في المجال ده بتنزل للصناعات التانية يعني ايه ده الانترنت ما كان في الاول صناعة ميليتري حاجات دفاعية راحت للبرايفت ساكتر انا كنت شغال في شركات طبية البلاستيكس او الماتيريال اللي عملت منها كانت اصلا ابحث مجال الميليتري او مجال الديفانس وما نفعتش فبقت للبرايفت ساكتر فدايما في امريكا القطار التطور بيمشي كده الصناعات الدفاعية في الاول وبعدين بينزل منها لبرايفت ساكتر او للقطاع الخاص او للقطاع الغير دفاعي فالمهم من الموضوع ده نقل عمل نقلة نوعية في الاقتصاد في امريكا كبير جدا بسبب اننا حطيت هدف كبير فاللي انت بتقوله بيدي نفس الفكرة لو انا مثلا قلت انا حلمي ان احنا نوصل الكهراء من غير كابلات ممكن ما نوصلش مية في المية للحلم ده بس ممكن نوصل 25 في المية 30 في المية 40 50 في المية ويتشز او هي اعلى بكتير من اللي احنا في دلوقتي يعني حتى لو موصلناهوش يعني مجازا هقولك حاجة الافضل انك توصله طبعا طبعا ان يبقى فيه النية والارادة انك توصله بس اقول حتى لو ما وصلتش هتوصل لحاجة احسن من الموجود بكتير بس انا بحس انه يعني انا بحس ان المشكلة ما هياش فيه نوعية الهدف اللي بتحطه قديه ومستحيل انا بحس المشكلة الاساسية في مدى تصديق او تقبل الناس لانك تشتغل على حاجة بتتشاف انها مستحيل يعني فيه جزء في السلوك بتاعنا بيقاوم ان انا بقى بشتغل او او حتى عندي لأي نوع من الانواع الارتباط طويل المدى مع حاجة بتتشاف انها مستحيل وانا اعتقد ان دي حاجة من الحاجات المأخرانة عن مجتمعات تانية كتير وخلي بالك بس مش مصياه دي يعني هو طبيعة البنيات يعني خليها مثلا نتكلم في الرياضة الفور مينت مايل او الجاري في اربع دقايق الميل كان شيء في مجال الرياضة في مجال الرياضة الماراثون والجاري وكده شيء مستحيل لا يمكن اول ما حد عمله بقى ناس كتير طبيعي والناس بتنزل على الفور مينت مايل دلوقتي بس قبليها كانت شيء مستحيل انا اعتقد ان هو الناس بتصدق ان كل حاجة مستحيل لغاية ما تتعمل وبعدين كله بيعني ناس كبتبشي وراه بس دي الاسب يعني حتى انا بقولك في مجتمعات مختلفة بطريق مجتمع طبعا بتتفاوت المجتمع عن المجتمع بيتفاوت لان في مجتمعات حصل ليهم اختراق للغير مستحيل كتير ودي ممكن بتخلي بعض الدول تتقدم لان بيبقى فيها ناس بتختارق اللي هي ما يسمى خطوة الخط بتاع المستحيل او كانوا الناس معتقدها مستحيل اكتر من مرة فبقت الفكرة دي موجودة ما هو ده بصراحة يعني حلمي او احد الحاجات الاساسية اللي انا نفسي نحن نحققها وهو ان كارم سولو تبقى مؤسسة فيها تقبل للافكار المختلفة او عندها القدرة انها توفر الموارد اللي ممكن تستخدم علشان تحقيق حاجات مش شرط انها تبقى متقبلة او مش شرط انها تبقى الاختيار الاسهل بتاع كل حد طيب احنا نرجع تاني الترومب اشتغلت كان احسسك ايه لما الموضوع اشتغل ونجحت ورايح تاني للكلينت بتاعك تقول له على فكرة الرجل اللي كان بيقول لك مش هتشال ايه اشتغلت دي كان احسسك ايه وقتها وايه اللي حصل تحكيلي كان طبعا نصر مبين ما هي دي بقى الفكرة يعني انا عايز اقول لك حاجة قررنا نعمل يعني ننظم ندوة على الموضوع انه اشتغلت ازاي وننزم بقى الناس المزارعين ونقولهم الموضوع انه اشتغل وكده وبعدين رحت الجامع جامعتي اللي انا اتخرجت منها يعني علشان اطلب منهم اخد قاعش مكناش مكناش هدي ندفع فلوس وتأجيل القاعد بالفعل الجامعة قديتنا اللي قاعد بلاش وتشائل اقدار ان الجامعة متسمية على اسم الراجل اللي قفلنا الشركة اصلا وانا بالتالي قررت يعني بنشوة انه يعني الموضوع اشتغل وعملنا شركة وهو مشينا فعملنا شركة وعمرت الحاجات اللي هو وقفنا ان احنا نعملها ان انا على الدعوات بتاعة الابنت ده النادوة دي يعني انه محطش ان اسم القاعدي باسمه وانا انا هطلع لها باسم جديد وبالفعل حطيت الخطة دي وعملنا الدعوة وكل حاجة وبعدين قبل ما نوزها قعدت مع واحدة من الناس اللي بعزها جدا في الجامعة واشتغلت معها كنت في الجامعة فترة وانا طالب وشرحت لها انا هعمل ايه فلاقيتها بسيط لي كده وقالت لي ولما تعمل كده انت ارتحت فقالت لها يعني يعني قلت لي انت بتعمل كده لان انت عايز تثبت حاجة وواضح انها حاجة شخصية ده الشخص مش الدكتور بتاع الجامعة بس عشان نتأكد منها مش الدكتور الجامعة بتكلم على الراجل اللي هو مشاكه كله كل تيم بتاع بالضبط من الشركة اللي كنا فيها قبل ما نعمل وقعدت تكلم معي انه لو انا قعدت اضايع اسمها ماها جندي على فكرة هي كانت مسكة مكتب التوظيف في الجامعة الامريكية وهي الاساسي كتير من مكتب التوظيف في جامعات مصرية تانية بعد كده باعتقد كانت حاجة يعني الجامعة ساعدت جامعات تانية كتير اشتعمل نفس الدور بتاع مكتب التوظيف اللي كان في الجامعة امريكية وانا اشتغلت في مكتب التوظيف الجامعة كطالب واشتغلت مع مها جندي فترة طويلة امكان ثلاث سنين فقالت لي لو قعدت تحرق الطاقة بتاعتك كلها فان انت تطفي النار بتاعت الحاجات الشخصية دي فانت مش هتخلص لان اللي هيبقى عايزي يوقفك ناس كتير اللي هيبقى مش مؤمن بيك ناس كتير فانت الافضل ان الطاقة دي تتجه للشركة على انها تتجه للحاجات الشخصية ودي كانت من يعني من بصراحة يعني اعرف لما احد يعني من احلى النصايح اللي انا خدتها فعلا وخدتها في الوقت المناسب لانها كنا في الاول في الفين وتلات عشر وخرجت من عندها كنت مكسوب بالنفس جدا بصراحة انه ان ازاي شخصنت الموضوع جدا وانه لو انا فعلا بتاعت اتعامل مع كل حد بالطريقة دي هضايع وقتي هضايع مجهود وراحة نتيم قلت لهم بصوا انا تكلمت مع مها جندي وانه فيه هما كانوا عارفين هجمين وقلت لهم ريتلي واحدين ثلاثة اربعة وعشان كده انا شايف ان احنا المفروض نحط اسمه على الدعاية لانه القاعد اسمه والمفروض ما يبقاش عندنا مشكلة مع حاجة زي كده وما نفكرش كتير في الموضوع ونحاول ان احنا يعني نطور من نفسنا ان حاجة زي كده ما تعملناش مشكلة المستقبل ودي فرقت جدا على فكرة لان مصر يعني الناس عطفية جدا في مصر وممكن لو انت ركزت في الحاجات الشخصية ممكن يتم استهلاكك طبعا مش هديخلص مش هديخلص فدي يمكن حطت الامور في حجمها اكتر بس هي جزء من رحلة النضج يعني بسميها ان احنا شوية شوية بتلاقي نفسك ايه الصوت ده هوى يعني بتكر انتقادات كتيرة اوي تبقى انت بسا حتى في المرطلين البودكاست تبقى انت نفسك تساعد الناس وفعلا عايزهم يتعلمهم والضيف عندك عايز يعلمهم فعلا مش جاية منظر عليهم ولا محتاج حاجة من حد ولا اي حاجة ومش راجل سلابرتي يعني بتلاقي انتقادات وانتو بتتمنذروا وانت بتعمل وانت مافيش يعني مش داه هدافق خاص انا كنت بداقي وفي ناس تكتب كوميس من موك تلقى دبها موك تشتم وانت ما يعني لو انت قبلتوا في الشارع عمره مهيعم معكد انا في وقت انما كنت بداقى جدا داه نفسيا يعني وبعدين ده دي خاص ما يعني بقى كبرت باعي خاص ما ببسش على الحيات دي خاص بس خد مني وقت ما هي دي ديم مشكلة ويمكن مشكلة بزاد في مصر لأنه طبيعة علاقاتنا مع بعض يعني مصر يمكن من أجمل الحاجات في الشغل في مصر هي العلاقات الشخصية بصراحة يعني أنا مش مع يعني بحب أن الناس بتحب بعضها ومتفاعلة جدا مع بعضه بس حاجة من الحاجات السيئة لحاجة زي كده هو أنه لما علاقة بتبوز مع حد بتبوز بشكل كامل في جميع النواحي ومتبقى يعني دي بلا مشكلة أن الناس تبقى إيموشنال زيادة عليهم أننا نعرف مخينة إزاي يعني أنا دايما أقول مشكلة الناس اللي هي عندها مشاعر جياشة أو إيموشنال بالإنجليش أنهم مشكلتهم في الحب ممكن يدفعك سبع سماء وفي اللوزعل منك يهبدك سبع أرض أولي الأول اللي بيعنده ممكن نقول الإنصاف أن أنا مزعلان من أحمد في كذا بس أنا محترمه في كذا وكذا وكذا بس أنا حتة دي مختلف معه فيها متضايق منه فيها وكذا بس ده لا يقل من شأن أحمد ده حقيقي يعني حاجة من الحاجات اللي أنا بحسها على طول أن أنا مفتقر للحكمة يعني بحس أن الحكمة دي حاجة من الحاجات اللي أنا نفسي أوصل لها وإنه حاجة لو قدرنا فعلا أن إحنا نوصل لدرجات من الحكمة عالية هنبص على الأمور بطريقة مختلفة هنبص على حاجات كتير بطريقة مختلفة وده هيساعدنا في تحديد مكان من القيمة أنت عارف إيه المشكلة؟ المشكلة أن إحنا بنحط مجهود كتير جداً في حاجات مش شرط أنها تكون قيمة أو سواء المجهود اللي بتبزله أو الوقت اللي بتحطه أو حتى ما هي إيه مشاكل البيروقراطية أنها تعد بتهري نفسك كتير جداً في ورق بعيدة عن المشروع اللي أنت بتحاول تبنيه مثلاً فدي بتبقى هادر كبير جداً للوقت أنا بشوفها أنها مش بس كده هي كمان جاية بسبب أن في نقص في الحكمة أن إحنا محتاجين نحط مجهود أن إحنا نبقى حكماء حكماء بمعنى أن أنت تحكم على الأمور اللي أنت بتتعامل معاها من زوايا كتير جداً أكتر من العادي الحكمة معناها أن أنا بجبر نفسي أنه أبص على الأمور من بطرق مختلفة بطرق جديدة كل مرة بطرق مش شرطة أكون مرتاح معاها أن أنا أسمع لناس كتير مش شرطة أراءهم تكون متطبقة مع اللي أنا بأقومن بي من ناس مش شرطة أكون بحبها عشان أقدر أدرب نفسي على كيفية فهم الأمور أو كيفية التعمق في كل حاجة يعني في مشكلة في العمق أن إحنا حاجات كتير جداً مش بنتعمق فيها مش بندخل لأصلها وده اللي بيخلينا غير قادرين على تحديد أماكن تواجد القيمة الحقيقية في اللي إحنا بنمديها أو اللي إحنا بنعمله لأن خلي بالك في الآخر إحنا بنبني مؤسسة المؤسسة دي تهدف للربح لازم تعمل فلوس ترجع فلوس للمستثمرين اللي فيها لازم تعامل الناس اللي تستغل عندها بطريقة كويسة لازم يتطوروا لازم يكبروا لازم تكون بتطفي قيمة للمجتمع بتحل مشكلة موجودة في المجتمع الحاجات دي علشان تقدر تحققها لازم يكون عندك فهم كويس جداً لما هو قيم وما هو مضيع للوقت وبحس أن تحديد ما هو قيم أصلاً وتحديد أماكن تواجد أو الحتة اللي فيها لحاجات القائمة نحتاجها حكمة كبيرة جداً وبالتالي محتاجها ونضج وإنك تدرب نفسك فعلاً طول الوقت وإنك تجبر نفسك لنك تعمل حاجات ما أنتش مرتاح معها وتفكر يعني أنا ساعات إحنا كتير قوي بنبقى للأسف كلنا في الخلاط بتاع كل يوم والأحداث ومشارك وده بيبقاش عندك وقت أو أنت ما بتدربش نفسك تاخد وقت تقول هو أنا اللي باهلك فيه ده صحة ولا لأ هو الوقت ده ضايع ولا لأ وهل المفروض ده أنا اللي أعمله واللي حد تاني يعمله الكلام ده كله ده جزء من الحكمة اللي واحد بيبنيها مع الوقت والنضم لأنه هو بيبقى فاهم أن كل شوية ممكن هو واحد صغير الوقت عنده عالي كل ما بتكبره المسؤوليات بتكبره وأولاد وأسرة وبزنس وقتك بيبقى محدود فلازم تبقى عامل عامل زال سنايبر كده اللي هو مركز قوي وقتك بيروح فيه والحكمة في الحتة دي يعني أنا أنا بشوفها في كده وأنت لما تكلم على أن أنت تسمع ناس من قراءة مختلفة ده بالزبط اللي أنا بحاول أعمله يعني أنا فيه ناس تبعاتلي الضيف ده أنا مختلف معي أقولي أنا كمان مختلف أنا بختلف معه أولا لو أنا جبت كل الديوف متضفق معهم في 100% في شخصيته وقراءهم وكل حيات مش هعمل حلاتين تلاتة لكن الهدف أن أنا عايز ناس على أل حتى لو اختلفت معا باحترم وجهة نظره باحترم أن هو وصل لطريقة التفكير دي بناء عن خبرات معينة وخطوات معينة أبقى فاهم هو ما وصلهاش كده عشوائي هو فيه دماغ ورا الموضوع وأنا بقول للناس خد اللي ينفعك وسيب اللي ما ينفعكش واسمع للناس المختلفة لأن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا أنا أعايز أتعلم مع ناس كلهم لازم يبقى شابي وكلهم لازم يبقى كذا ما أنت مش هتعلم ومش هتكبر ومش هتعرف أن الدنيا فيها ناس مختلفة لازم تعرف تتعلم معهم مش معناها من أنت تبقى البس فرند ولا صديقك الشخصي بس فيه ناس مختلفة عنك بس تحترمهم تحترم أنه وفيه وانت كل ما بتكبر بيبقى عندك علاقات مختلفة يعني فيه ناس أنا علاقتي بروفاشنال معهم بس يسمعيه علاقة بروفاشنال طيبة يعني إحنا آه فيه شغل بيننا بس لو عادنا وتقابلنا ممكن نقعد ندردش مع بعض وشبق أهم مع بعض وكل ما تكبر العلاقة دي بيبقى مهمة جدا مش هتعلم يبقى الصديق الصدوق بس هو إنسان بتحترمه وبتحب تقعد معاه ولو عادنا لكن هي بتدت بروفاشنال بتدت كشغل بزبط نرجع تاني خدتوا بقية الديل ترومباط لخمس تلاف فدان بزبط إيه اللي حصل بعدها بعد كده خرجنا من البزنس ده بسرعة جدا وبقصوة جدا ليه بقى إحنا كنا بنعمل ودي حاجة يمكن الحاجات اللي تعلمناها اللي كانت برضو واحد من الناس اللي تعلمت منهم جدا يعني اسمه خالد حسونة هو أردني وهو عنده شركة في أمريكا بتشتغل على هو عمل كذا شركة في سيليكون فالي وباع يمكن اثنين او ثلاثة منهم وعنده شركة النهاردة بتعمل عربيات كهرباء بس تشتغل بتبديل البطاريات وبيبني سيستم كامل في سان فرانسيسكو لتبديل البطاريات ان عربية توقف في جراجه بدل البطاريات خالد كان عندنا في مجلس الإدارة لمدة ستة شهور طلبت منه كنت قابلته في أمريكا وعجبت جدا بطريقة تفكيره وطريقته في النق وطلبت منه انه يجي عندنا في مجلس الإدارة لمدة ستة شهور يساعدنا كانت المشكلة اللي كنا بنعدي بيها انه سجلنا بتاعت النظام ضخ ميت الابار بالتاقة الشمسية وكان بيشتغل مع اكثر الترمبات تعقيدا ويشتغل معها بمنتهى السلاسة وكان معقد جدا وكان بقى وصلنا في تعقيداته وفي الحاجات التقنية اللي عملناها في المرحلة متقدمة وحلوة جدا ولكن اكتشفنا انه في كتير جدا من الكهربائية اللي في منطقة الواحات ابتدوا انه هم يجيبوا انفيرترس بتاعة بتاقة شمسية ويفكوها يعملوا فيها هاك صغيرة بيعملوا حاجة قريبة من اللي احنا بنعمله ما هيش اللي احنا بنعمله بظلط قريبة منها وبيعملوا السيستم كله بيمكن بيمكن نص أو 60% من التكلفة بتاعتنا السيستم بيعيش خمس سنين بس ما بيعيش كتير احنا السيستم تاعنا مثلا بيعيش 25-30 سنة هم السيستم تاعهم كان بيعيش وقت اقل والكوالت بتاعته اقل وقدراته اقل كل حاجة اقل ولكن بزبط الناس المزارعين كانوا عايزينوا اكتر لان فيه كتير من المزارعين مش فرق معهم من 25 سنة هو بيدور الخمس سنين عشان هتسيرفايف انا عايز اكمل بس وده اللي احنا تعلمناه وتعلمناه بمنتهى القصوة يعني من مرحلة كنت انت فيها عندك منتج مصيدر على السوق كل الناس بتتكلم عليك لفي خلال سنة سنة ونص بقى فيه ناس تانية بتعمل انت بتعملوا بربع التامل ففجأة لقينا انه احنا مش مستعدين نعمل حاجة بجودة اقل من اللي احنا عايزين يعني مش هنعمل اللي هم بيعملوه حتى لو ده معناه ان احنا هنبيع اقل بس هنفضل مؤمنين بالنحن نكمل والنتيجة كانت ان نحن مكناش بنبيع منه خالص خالص فحاجة من الحاجات اللي اتعلنتها من خلال حسونة قال لي المشكلة الاساسية احنا كنا ساعتها كمان جربنا حاجة جديدة عشان بس هنم الشح اللي خلد قالولي الشحه في يعني في السياق اه يبقى واضح حاجة من الحاجات التانية اللي احنا عملناها ان احنا جربنا بيزنس موضل تاني ان احنا نستثمر في محطات طاقة شمسية ونبيع منها كهرباء كنا اول ناس نعمل كده في مصر في 2015 فكنا بنعمل ده بالتوازي مع المحطات دخل مية الاباء بس كان على طوب بالنسبة لنا الاساس هو محطات دخل مية اللي احنا بنبيعها للاخرين والحاجة الصغيرة اللي على جنب ان احنا نعمل محطات للناس اللي مش عايزة تشتري محطات طاقة شمسية ونبيع لهم منها كهرباء بس الموضوع ده صغير وعملنا منه ثلاث محطات صغيرة فجي خالد بص على البزنس مودلس بتاعتنا قاد معي ومع المانجمينت قاد مع مجلس اتكلم معينا وقال لي المشكلة الاساسية ان انتو مرتبطين عاطفيا بالمنتج الغلط انت عندك منتج تاني اكتر الاخطاء اللي بيوع فيها اي رائد اعماله بيعمل بيتعلق عاطفين بصبت قال لي انت كان المفروض ضخ مية القبار توقفوا من فترة والمفروض النهارده كل تركيزكم على ان انتو تكبروا البرتفوليو بتاعكم او تكبروا من عدد المحطات اللي عندكم اللي تستثمروا فيها اللي بتبيع منها الكهرباء من الطاقة الشمسية انا طبعا احني كان عمري ما فكر بحاجة زي كده الواحدة بصراحة و انا تعرفت على خالد بالصدفة واحد من المستثمرين اللي عندي بعث لي نمت ايفون وقال لي لما تبقى في سان فرانسيسكو كلمه واعدي عليه وفعلا كلمت خالد عديت عليه كان عنده ورشة كده كان نهاية بداية شركته اللي اسمها امبل الشركة دي اللي هي اللي بتعمل العربيات اللي بتبديل البطاريات وروح تزورته كانت اول مرة قابله في حياتي قعد معايا ممكن فوق الساعتين سمع مني احنا بنعمل ايه ابتدى يسألني اسئلة يعني انا كنت مستغرب من الدزاين بتاع الاسئلة وترتبها لانه قدر انه يعرف معلومات كتير قوية اللي احنا بنعمل وعن المشاكل اللي احنا بنعدي بيها في وقت قليل جدا وابتدى يديني ملاحظات على اللي احنا بنعمله وانا بصراحة حاجة زي كده بهارتني جدا ازاي البني قدم لما يبقى مخه منظم زي الصياد الماهر ما هو مش بس اني بقى معايا سنارة كويسة ان انا بقى بعرف باستخدمها ازاي فانا كنت حاسس انه بيستخدم الاسئلة علشان يطلع اكبر قدر من المعلومات تيقدر من خلالها ان هو يعلق تعليق يكون يعني لي قيمة بالنسبة لي وما كانش بس انه بيسأل لا ده هو بيسأل الاسئلة الصح وبالترتيب الصح وده اللي خلاني اول ما رجعت مصر طلبت منه ان يجي يبقى في مجلس ادارة عندنا وقال لي انه هو ما عندوش وقت بس مستعد يعملها فقط لمدة ستة شهور واستغلت الوقت ده ستة شهور دول ان انا احاول اخد منه على قد ما اقدر القدرة على التفكير النقدي وفي الساعتين دول اللي عات معاهم اول مرة لما عات معاهم اول مرة قابلته وجعني جدا بحاجات كتير من اللي قالها يعني هو كان بيتكلم في الاخر كانت تعليقات على اللي احنا بنعمله بس كان كتير منها تعليقات كانت قاسية تعلمت منه ايه طيبا انه اول حاجة ان انت لما بتفكر في شركة لازم تفكر ايه اللي بيشتغل واني ما بيشتغلش وازاي تفكر ان انا اطور من الحاجة اللي شغالة وان الحاجة اللي مش شغالة ان انا اتقبل انها مش شغالة وافهم ايه هو السبب انها شغالة او مش شغالة عشان نبقى حد لان انا النهاردة عندي موارد معينة من الفلوس ومن الوقت لازم اقرر احطها في ايه فلازم احطها في الحاجة اللي هتبني مستقبل للشركة وانه الوصول لنتائج مرتبطة بالموضوع ده مش شرط انها تكون على مزاجي ومش شرط انها تكون على مزاجي من ناحية الصورة بتاعتي او بتاعة الادارة قدام مجلس الادارة ان ساعات انت بتبقى مش عايز تبين لمجلس الادارة ان في حاجة عملتها فشل مش عايز تبين ان في حاجة اشتغلت عليها او حطت فيها فلوس مجهود وما اشتغلتش او فشلت واخدت وقتا وهكذا بيبقى عندنا نزعة جوانا كده داخلية ان الحاجات دي ما نورهاش بس في واحد ايجو وبوليتيكس ساعات سياسة بس في واحد الله ينسي بالخير اسمه محمد الانصاري الراجل ده علمي حاجة من الحاجات المهمة جدا وهي انه قدرتك على شرح المشاكل وقدرتك على ان انت تقولها في الوقت الصح بتفرق جدا في القدر على الحل ايه 50% من الحل تشخيص المشكلة بطريقة صحيحة وبوضوحة وانه ازاي مسئوليتنا كمجلس ادارة او مسئوليتنا كادارة عامة انه ازاي لما تقول المشكلة لازم يبقى التركيز بعد ما المشكلة خلصت تتحطط الترابيزة التركيز ما يبقاش على المشكلة ومين سببها وحصلت ليه المشكلة بتبقى على الحل لان ده اللي بيخلي الناس كلها تعرف تشتغل مع بعض وتخلي ما فيش خوف لو انا عارف النهاردة او حاسس ان انا لو قلت على مشكلة معينة ان انا هتفضح او ان انا هيحصل لي مشكل او هضعف قدام مجلس الادارة مش هقولها ونفس الحكاية للمديرين اللي شغالين معايا ونفس الحكاية لين احنا كلنا قدام مجلس الادارة لكن لو لقينا ان القدرة على شرح وان احنا نقول كل حاجة بتساعدنا على الحل الموضوع يختلف تماما ودينا هتعلنتها منه يعني ساعات عايز اقول لك ساعات كان مثلا كنت اشتغل على حاجات او عامل حاجات واخد رأيه يقول لي اللي انت بتعمله غلط اقول له بس انا مؤمن بي فعل او شايف انه ممكن يشتغل يقول لي طيب بص هنعملها بالطريقة اللي انت عايزها ولما تفشل هنعتبرها تكلفة تعليمك طبعا لما الشخص اللي قدامك يبقى كريم او يبقى حكيم كفاية ان هو يطرح الموضوع بالطريقة دي بتغير تماما من مدى رؤيتك للحاجة اللي انت عايز تعملها ومن مدى خوفك من الغلط طب انا عندي سوائل انت الكلام اللي انت بتقوله ده ازاي يفرق بينه وبين حد زي اللي قابلك في الاول اللي هو قال لك الموضوع ده مش هيمشي وده مش هتمشي موضوع المباط واحد برضو قال لك نفس الحاجة وقال لك لا الموضوع ده هيمشي لو مش هيمشي ده تحديت وده تقبلت بصدر راحب وقلت ان انا يعني بتعلم وانا فاهم ان ده هو قال لي ازاي افرق بين الاتنين وامتى اعرق امتى اتحدى وامتى لا بص منحوضة رائعة بصراحة فاكر قلتلك ان فيه ثلاث حاجات اللي بتحكمنا واللي بتفرق من اللي عنده القدرة على البناء ومن اللي ما عندهش القدرة على البناء التلات حاجات دول هما زي ما قلتلك المعرفة او العلم الصنعة بتاعتي الحاجة التانية هي السلوك الحاجة التالتة هي الفيدباك او تقبل النقد دي مرتبطة بالسلوك السلوك هو المعياء لما عدت فاقها لي بالك انا ما كنتش عارف الحاجات دي كلها وانا بتعمل مع المواقف دي يعني في المواقف دي ما كنتش لسه وصل للتلات عوامل دول في رؤيتي للأمور ما كنتش بشوفها بالطريقة دي لكن لما ابتديت ادرك ان التلات حاجات دي هي التلات مكونات الاسسية للبني آدم ابتديت ان انا ابص على كل حاجة كانت بتحصل وابتدي افهم ردود فعلي او تعاملي مع الامور كانت ازاي في الموقفين دول لان انت انت ساعات بتبقى صعب قوي اقرر هسمع ولا مش هسمع هسمع من مين وهكذا الاتاتيوت بيفرق بتاعك انت او بتاع الشخص بتاع الشخص القدامك السلوك بتاع الشخص القدامك هو اللي بيبين لك جزء كبير من دوافعه يعني يعني في الموقف الاولاني انا كنت حاسس احساسي اللي مسيطر علي ان الشخص اللي قدامي بيوقفني لسبب ما انا مش عارفه بس هو بيوقفني ليه مش بص على مصلحتي او عايزني أحسني لانه ما كانش بيسأل اسئلة تمام ودي حاجة في التتتتد مهمة جدا ان انت البني ادم ال بيبحث او على طول وهو بيتعامل معاك وهو بيتكلم معاك بيحاول يفهم اكتر او بيحاول يسأل اكتر اسئلة حقيقية ومنطقية وبيحاول أنه هو يتخيل أنت بتفكر إزاي ده لا يمكن يكون يعني لا يمكن يكون بيحكم على الأمور من غير عبق وده كان الفرق الأساسي دي مهارة على فكرة دي مش بس مهارة دي نية يعني ممكن يكون عندك المهارة لكن تقرر أنك ما تستخدمهاش في الموقف الثاني كانت على طول الموضوع بيبقى نتاج كلام كتير جدا وأخد ورد وأسئلة وفي الآخر بتوصل أنه بلاش تعمل كده وحتى ومشرت أنه كنت بسمع في الأول لكن في الموقف الأولاني كان فيه إحساسي أنا ساعتها في الموقف أنه فيه محاولة لخلق سد إن دي ما تمتعاش طب ليه ما كانش فيه حاجة بتعدي الحتة دي على أساس أن أنا مش مهندس فهو مش مضطر يدخل في نقاش هندسي معايا في حين أن كل حاجة في نهاية الأمر ما فيه حاجة اسمها يا سديد يعتبرني بني أدم جاهل بس فيه حاجة اسمها تبسيط العلوم صح؟ صحيح ولكن لما تحس أن أنت البنية من قدامك السلوك بتاعه أو الطريقة بتاعته بتمشي في اتجاه معايا بتخلق عندك رد فعلا معايا خلي بالك ده مش معناه برضو أن أنا يعني إحنا شخصياتنا مختلفة ومش شرط أن كل حدا تتعامل معايا أو أسمع له يكون على مزاجي أو يكون بحبه فدي مختلفة عن أن أنا أسمع حاجة زي كده ممكن تحصل برضو مع حد بحبه إن لو أنا بسمع لحد بحبه ولكنه مش بيدخل معايا في نقاش يحاول يفهم أنا بفكر إزاي أو ليه بحاول أعمله أو مش بيأخدني معا العمق الموضوع هيتولد عندي نفس الإحساس إن فيه هدف أنا مش شايفه وده اللي يخليني أتحدى الموضوع في حين إنه لو أنا أعاد مع حد مش شرط أكون بحبه برضو لكنه لما بأتكلم معايا في حاجة بيأخدني لتفاصيلها عشان كده التفاصيل مهمة يعني التفاصيل وأنا من الناس اللي عندي صعوبة في الدخول في التفاصيل عاماتك يعني خلي بالك برضو التفكير أو الشغل كتير على الاستراتيجية العامة الشغل كتير على اللي هنحقق وعيفة في المئة سنة الجايين في المئة وخمسين سنة الجايين كل الحاجات دي هي نوع من الإدمان وبتخليك بصورة طبيعية أو صورة يعني إنسانية تحب تبعد عن التفاصيل لكن التفاصيل مهمة جدا ولازم لازم أعود نفسي وأعلم نفسي أن أنا أدخل في التفاصيل عشان أقدر أفهم بواطن الأمور أفهم كل حاجة بتشتغل إزاي أمريكان اليوم كلمة يقول لك الشيطان في التفاصيل الشيطان يكمن في التفاصيل لكل أصحاب المشاريع فوري بيزنس بيقدم حلول ليك ولموظفينك أي أن كان نوع أو حجب مشروعك من أول خدمات التحصيل من عملائك ومدفوعات الموردين لتأمنات الموظفين وخدمات البيرون لو عايز تعرف تفاصيل أكتر روح على الويب سايت أي حاجة في خيالك فوري بيزنس حلها لك مشكلة التقليد والغش التجاري بتخسر الشركات مئات المليارات سنوية دلوقتي كارة بتقدم حلول رقمية للمصنعين بتمكنهم من حماية منتجاتهم من الغش التجاري وكمان بتتتبع منتجاتهم خلال سلاسل إنداد وصولاً للمستخدم النهائي اعرف أكتر عن حلول كارة الرقمية من خلال موقعهم كارة دوتنات بدأت البزنس بتاعك وبتعمل كل حاجة لوحدك؟ سي او في شركتك ودايماً حاسس أن فيه خطوة نقصاك؟ بتحاول دايماً توفر لهم كل حاجة عشان تحافظ عليهم؟ وعلى اختيارهم للبقاء في شركتك؟ ماجنت هتوفر لك دلوقتي كل الحلول الإدارية وخدمات الـ HR في كل المراحل من أول تعيين الموظفين واختيار الكوادر الصحة واستثمارهم معاك لحد توفير برامج تدريبية مختلفة مناسبة للتين بتاعك عشان ما يبقاش في حاجة تعطلك تكبر البزنس اللي بدأته زوروا موقعنا دلوقتي بيداشماجنت.com وسيب الباقي علينا أنا برضو بشوف أن الموضوع ده مهم قوي لأن لما أنت بتبقى بتتكلم مع حد وبيسألك وبيسمعك عشان يفهم مختلفة تماماً عن بتتكلم مع حد عشان يسألك وتقول أي حاجة عشان يخش بالبقى أنت بتحسها يعني ده أحساس بيبقى واضح جداً ممكن من الحاجات اللي أنا أتعلمتها نتنات الوقت يدخلين على ماهو 50 انتوفيو الحمد لله في الأربع عصنين وشوية الفتر جزء كبير قوي من اللي أنا الحمد لله بنيت العلاقات مع كتير كصداقة بعد الانتوفيوز وكده أن أنا فعلاً كنت عايز تسمعهم وتعايز تتعلم عليهم كنت مبسوط أن أنا يعني أنا بستمتع بالقعدة دي بستمتع بها مش أن أنا محضر شوية أسئلة كتبهم في ورقة وانت عاد تتكلم أنا بص في اللي بعده أو أن أنا حطت وقت معين هما كذا أنا بسيب الدنيا خالص يعني الناس حتى ممكن لسا بتسمعنا جديد إحنا ما بنحط الشوقت معايا إحنا سايبينه ما فيش ورقة جماعة ولا نحو أحمد منتفقين على أسئلة معينة فأنا بابقى مركز قوي إن أنا أفهمك وحاول أطلع أكتر دروس مستفادة وعقلية الشخص اللي قدامي في القعدة دي لأن ده اللي أنا بشوفه إن الناس هتستفاد منه وأنا شخصياً بستفاد منه بشوف الرحلة البودكاست دي أكتر برسنل ديفلوبمت جورني عبرت بيه في حياتي فدي مهمة جداً طيب الست شهور اللي خالد قعد معاكم في الشركة فرقت معاك قد إيه كأحمد وفرقت مع الشركة قد إيه للمرحلة اللي بعدها والمايلستون بعد الست شهور دي إنه فجأة لما تقعد مع حد بالفعل حقق حاجة أنت بتطمح لها إن عنده شركتين بالفعل نكحين وشغلها على الثالثة بس الجزء الأساسي هو اللي هو اللي أنا عجبني فيه اللي كان فعلاً يعني هي كانت الحتة دي إنه أنا النهاردة كواحد مسؤول عن شركة إزاي أفكر في الحاجات المهمة والغير مهمة في داخل الشركة دي وإزاي أقرر إيه الحاجات اللي نركز عليها أو الحاجات اللي منركزش عليها لأن إحنا بعد ما خالد خلص معنا خطينا تركيز شديد جداً على الجزء بتاع الاستثمار في المحطات لبيع الكهرباء وهو اللي عمل الشركة النهاردة يعني الأساس القوي بتاع الشركة النهاردة هي المحطات اللي شغالة اللي إحنا مستثمرين فيها اللي بدها خلنا دخل شهري ثابت لأن في الأول كنا بين 100 محطات فأنت بتبيع المحطة بتيجي على آخر السنة بتصفر العداية لازم تبيع السنة اللي بعدين لكن لما عندك محطة بتبيع كهرباء بتعيش معك 30 سنة فرقة فرقة رهيب جداً فمن أكتر الحاجات اللي أنا كنت بعيب على نفسي فيها إنه إزاي إن حد جه من بره الشركة من مجال مختلف تماماً قدر إنه هو يحدد الحتة دي بمنتهى الدقة وإحنا اللي مزرعين مع الشغل كل يوم معرفناش نص الله وبعدين أدركت إنها حاجة طبيعية ليه؟ لأن أنت في الآخر كل يوم لازم أنت محتاج حد من بره يدي لك رؤية أنت مش شايف ودي ساعة بتبقى وزيبت الكنسولتنت يعني أنا ساعة بروح للشركات دوري الوحيد إن أنا بس ببص كده أسأل أسئلة فراش آي أنا مش معاكم في الخلاط كل يوم في الدبامة فأنا ببص على الدنيا كده من بره ساعة ده بتطلع أفكار وحاجات أنت باتباش مركز بها أنت باسبن عنك في التفاصيل كل يوم كل يوم في التفاصيل وعايز يخلص من المشكلة اللي حصلت والوراق اللي عايز يقلص من الموظف فأنت مش قادر تبص كده بطريقة من إيه؟ بزيبت سوق بيرد آي فيو أو من فوق فده أكيد بينفع وفي بعض الشركات يعني في ناس دي شغلانتهم حد زي يعني فدي بتبقى مهمة قوي طيب أنتو بتريته غيرتوا استراتيجية الشركة أنتو تبنوا محطات وأن بيعملها كهراء بيعملها ده كان بداية السنة كان أول محطة أول عقد مضيناع أعدنا نتفاوض عليه فترة طويلة جدا وأعتقد المحطة اشتغلت لأنا مش غلطان 2015 ده كان في صحر الغربية برضا في صحر الغربية يعني أنت كنت تريبا في صحر الغربية جوز جميل من نوعتك احنا عندنا كامبس حلو جدا على فكرة في الوحات البحرية أنا شوفت صور بتاعتو جميلة احنا بننابئ دينا يعني ده كان من أحد الفترات في الأول ده الأساسل بتاع كارنبلد كارنبلد طلعت من المبنى ده كنت متجاوز وقتها أم لا؟ كنت متجاوز يعني اتجوزت وأول ابن لي جه بعد شهر من آخر مرتب فهو يعني قدت إيه على الله فطيب الوضع ده أكيد كان صعب لأنت في صحر الغربية كتير أهلك هنا في القاهرة وموراتك وابنك قاعد إنت هناك كتير وبتبني شركة فأنت مسحول يعني أي حد بناء الشركة أو مشروع فهم قد إيه أن أنت في المطحرة الأولانية بالذات بتدوس بنزين جامعة أهلا شنبني تقوم تعاملت مع الموضوع ده إزاي وزاي كان فيه هل كان فيه سيكورت في البيت هل كان فيه صعوبات مريد بيها أنت رجل مش موجود كتير مش بس بتروح الشغل بتقضي ساعات كتير برا لأ أنت قاعد في الصحراء وهل كنت متفكر أولي اللي جبتوا النفسي ده ما كنت قاعد في مكتب شركات ملتي ناشنالي عاموا بترويل وزيل فل عمري ما يعني مش عارب بس أنا عمري ما حصلش أن أنا فكرت أنه أنا إيه اللي عملت في نفسي ده يعني عمري ما فكرت فيها بصراحة أو مش أول حاجة بتخطر على بالي طبعا حاجة كذلك عمري ما كانت تحصل من غير ما هيبقى فيه يعني يعني مساندة جمدة جدا سواء من مراتي إنجي أو من أهلي وحاجة من الحاجات اللي عايزة أقولها لك أنها لسة مكملة يعني المشكلة أنه الأول لما كنت بتكلم مع إنجي كنت بقولها عنق الزجاجة وهنعدي من عنق الزجاجة بعد كدر مرة تستقر وعند تقولي عنق الزجاجة ده شكله مش هيخلص لأنه هو الموضوع ناعدين في العنق بالنا عاشي خصوش السنة ده كل ما الشركة بتكبر كل ما الموضوع بيتعقد أكتر كل ما الموضوع بيزيد طبعا أكيد لي في الآخر تأثير على الحياة العائلة طبيعية تفتكر ده التمن اللي بتتفاعل أنت تبني مؤسسة أو كده هو في أثمان عدة مش بس من ناحية العائلية من نواحية كتير جيدة من ناحية جسدية ومن ناحية النفسية وحاجات كتير بس عايز أقول لك حاجة في الآخر اللي أنا تعلمته إنه لو أنا ما عنديش القدرة أن أنا أقضي وقت كتير مع أولادي فأنا لازم أتأكد أن أنا الوقت اللي بقضيه معاهم يبقى عالي لجودة يبقى وقت كويس جدا فأنا اللي قلت من وليد حسونة الحالة بتاعته يعني يا واصل حاجة صفاقي عليها قال لي كده قال لي أنا ما بقضيش كتير بس عايز الوقت اللي أنا بقضيه فأنا بركز على الحتة دي لأنهم مش بيبقى كتير يكون مرتبط بدهنهم بصوت معين بطعم معين بريحة معينة بحاجات معينة بمعنى أنه على طول وهما صغيرين كتير لما أعمل القهوة وأنا بحضر القهوة أتأكد أن هما عادي معي ليه؟ علشان لما يشموا رحة البني يفتكروني ويفتكروا القاتل بقضيه مع بعض لما أسمع مازيكا بحبها مثلا أتأكد أنهم يبقوا معي ليه؟ علشان لما يسمعوها بعد كده يفتكروني فالقهوة مرتبطة بالشم المازيكا مرتبطة بالسمع كنت بقعتهم نعمل ليجو كتير مع بعض علشان لما يشوفوا ليجو يفتكروني لأنه مرتبطة باللمس فكل اللي أنا حسيت أو لأنا شايفوا أنه كل ما بتقضي وقت أكتر مع عيالك بتعملوا حاجات مرتبطة بالحواس كل ما ده بيفرق معاهم جدا في قيمة الوقت اللي بيقعده معك صحيح لأنه هو ما بيبقاش متاح كبير بسبب الحاجات دي يعني أنا أنا ليه بتكلم في الموضوع ده قوي بركز به الحلقات لأن ناس كتير قوي شباب كتير بيشوف ناس بتتكلم على في سامت ومؤتمرات وبيتكلم أونلاين على البزنس وشوية أنا بشوف أن بعض الناس قلب وإنفلونسرز أكتر ما هم رؤاد أعمال وما بيشوفوش الدارك سايد أو الحاجات الصعبة أو المسئوليات للشخصية دي قد إيه بتأثر على جوانب مختلفة من حياته والحقيقة من انتوفيوهات أنا عادت 350 سي او وإنفلسر ورائد أعمال إن ده شيء كلهم بيتكلموا عليه يعني كلهم عندهم نفس الحاجة لأن ده تمن أن أنت تقوم مؤسسة والتيم لأن أنت ما بقيتش بس أسرتك المسئولة منك فيه متين شخص مسؤولين منك واليوم وقتهم واليوم فده الصعوبة والحطة التي قلت لي على موضوع الحواس دي لزيزة قبل أنا ابني هارون سنة ونصف بأخده معيه في السن الصغير ده بأخده معيه في القوسات بتاعته ولا السترولر بأخده معيه في الجيم فأروحي الجيم ماتمره لش ما ديش وقت كتير في يدوك إيه بألحق الجيم فأخده معيه في الجيم بتاعي في النهاية دي عشان يقعد يتفرج ويفتكر الجيم ده بيه وحتى لدرجة الناس اللي هم إيه الأدام في الجيم على طول بأخده بأخده هم عارفينه خلاص وأول ما يخشوا هارون هارون مش عارب إيه يسلموا عليه بحيث أنه هو يتعود أن ده لقطة مع أبو لما يسمع صوت الحديد والمكان بتاع الجيم وكده يفتكرني بالضبط لأنه في الآخر أنت لازم يعني في الآخر لقيت أن الوقت اللي بقضي معاهم لازم يكون في حاجة مميزة للوقت ده عن بقية اليوم أو بقية الأسبوع صحيح في نفس الوقت يعني في الأجازات بستفرد بيهم يعني ساعات كتير بقى أخدهم وأسافر بيهم ويعملوا حاجة غير مريحة بالمرة تجد تعبنا معك آه لازم تكون حاجة متعبة أو غير مريحة أو غير متوافقة مع اللي هم متعودين عليه حال ليه؟ علشان على طول يفتكروا التجارب اللي أنا بحس أنها بتوسع المدارك شوية وحتى بعيدا عن تليفوناتهم أو أي حاجة ممكن تكون شغلاهم وبحس أن ده اللي بقدر أعوض بيه شوية عن إنه كتير من الوقت مش بكون موجود كتير من الوقت مش بحضر الحاجات في المدرسة اللي هم يبقوا عايزين يحضرها في حاجات من النوعية دي وأي عايل صغير بيبقى عايز أبو أبو أمو يبقوا معي في الكونتكس ده أو في الحاجة اللي هم بفخرين بها جدا من نفسهم بس لو مش قادر فلازم تعوضها هل هم وصلوا السن دلوقتي أنت بقيت تشرح لهم ليه أنت مش موجود في حاجات زي كده في بعض الأوقات أو هم بقوا متفاهمين ولا لسه سواين على الحد لا أنا يعني أنا عندي تلاتة اتناشر وعشرة وثلاث سنين ممكن تناشر وعشرة الكبار يعني الكلام بيبقى على القضية أنه في الآخر كل حاجة بنعملها بتخدم قضية معينة وأنا اللي بحاول أركز معهم على إيه أنه إحنا عايشين عشان قضية معينة سواء كانت كارم سولر أو أي حاجة بنعملها في حياتنا فالهدف هو أنك تدافع عن القضية دي أو توصل للحاجة اللي أنت عايز توصلها في حياتك علشان ما يبقوش مرتبطين بكارم سولر فقط لأن أنا مش عايزهم مرتبطين بكارم سولر عايزهم مرتبطين بالحاجة اللي هم بيحبوها أو الحاجة اللي هم عايزين يعملوها عمثا يعني طيب أنت لما ابتديت أغلب الناس في الوقت ده كانت الرؤاد الأعمال أغلبها أبس وتكنولوجي ومش عارف إيه أنت دخلت في حتة يعني صعب محطات كهرباء أو حاجة يعني وطاقة شمسية كان لسه برضو الكهرباء فيها دعم كبير وكده وكده هل ده كان صعب تفهمه للناس وقتها أو للإنفسترز أو كده بالنسبة لنوع البيزنس ده في الوقت ده كان لسه أغلب الناس لما تيجي تتكلموا على الكهرباء طبعا الفكرة أنت روحت بعيد خالص عن المدن أنت روحت في الصحر الغربية فدي كانت أفجريد زي ما بيقولوا ما كانش لسه حتى فيها الكهرباء العمومية تقوصلها فده ممكن تساعد شوية بس وقتها لما كانت الناس كي تخش في الكهرباء يقول لك المشكلة كبيرة جدا في الفلوس اللي هدفع في الأول عشان أعمل الطاقة الشمسية غالية جدا معين أنا باخد الكهرباء من العمومية أرخص أو في المدن يعني اثنين إن أنا الكهرباء الشمسية فيه مشكلة في الطاقة الشمسية إن الصبح الشمس موجودة الليل ما فيه الشمس فأنت إما هتوقف الكهرباء يا إما هتخط البطاريات البطاريات غالية عشان تعرف تحطها فإنت كده محتاج بطاريات ومحتاج توصل الحاجات دي كلها فموضوع تيل تعاملت مع الموضوع ده إزاي فكرة الكهرباء ده أعمال في الوقت ده مش شغال في تكنولوجي وأبس وكلام ده كله تشغال في حاجات كله مجعلصة شوية إزاي تعاملت مع ده وأنا دلوقتي لما يجي تكلم في الطاقة الشمسية دي تحديات كبيرة قوي هل تحديات دي است موجودة غيرت الوضع دلوقتي أحسن الكهرباء دلوقتي قلت غلية تمانها مثلا في مصر هل ده فرق معكو؟ بص بالنسبة للجزء الأولاني خلي بالك إحنا لما بدأنا الموضوع ده كنا يعني ناس جهلة بالحاجات دي كلها يعني ولا كنا فاهمين ايه هو شركتنا شئاء ولا كنا عارفين ان في شركات بتطلع للآبس ما كناش عارفين اي حاجة من الكلام ده الوقت ده أصلا كلمة entrepreneur ما كانش لها معنى بالعربي لان في 2011 عمري ما فكرت في الحاجات دي لان كنت جاهل بيها جدا يعني ما معرفتهاش وما كانش عندي خلفية حقيقية عن ايه اللي احنا داخلين نعمله مم فبمنتهى الصراحة يعني ما فكرتش فيها ما فكرتش ان احنا بنعمل حاجة صعبة مقرنة بحاجة تانية سهلة لان ما كنتش شايف الحاجات التانية كان فيه حاجتين اشتركنا فيهم في الاول كان فيه ام اي تي بزنس بلان كومبتشن كان في 2012 اعتقد وكان فيه ابدأ مع جوجل اعتقد برضو كان في 2012 ده اللي احنا شفنا فيها ان فيه شركات تانية بتبدأ بس ما ركزناش قوي في الوقت ده على هما بيعملوا ايه او يعني فعلا الموضوع ما كانش في دماغنا احنا كنا ساعتها في حتة تانية خالص انه احنا فقدنا شغلنا ولازم نشتغل على حاجة تخلينا نوصل اللي احنا عايزين نوصله ومعانا مسئولية بفلوس خدناها لازم نستثمرها صح ونوصل لحاجة كويسة وما كانش عندنا ادراك في نفس الوقت اللي بعد كده بقى اسمه الاكو سيستم او المستثمرين والبي سيز يعني انا معرفتش معنى البي سي غير بعديها بكتير صحيح بس في 2015 خاص الدنيا كانت قامت البيزنس ابتدى يظهر له ملامح انه بتعملوا محطات كهرباء والانفسترز جانين على المحطات الكهرباء وبيعوا الكهرباء وهكذا فابتدى ده بقى البيزنس موضل بتاعك تمام بس ما كناش ما دخلناش في السايكل اللي معظم الناس بتدخل فيها يعني احنا كل المستثمرين بتوعنا في الاول معادة يمكن اندور كانوا افراد واندور كان التعامل حتى مش مع مؤسسة اندور كانت ممثلة في طرق فاهيم فكانت تعامل مع طرق فاهيم وطرق التعامل معها كان سهلس جدا وحلو جدا فالموضوع ما كانش فاحنا عمرنا ما تعملنا او ما دخلنا في السايكل بتاعت ولا البيي سيز ولا البيي سيز يعني اول استثمار حقيقي من خارج الافراد جالنا في 2019 كان من شركة حكومية لشركة الكهرباء بتاع فرنسا وده كانت نقلة حتى بالنسبة لنا يعني عشان ما عدناش ولا على بي سي ولا على برايبت ايكوتي فان احنا انك بتنقل من التعامل مع افراد للتعامل مع مؤسسة من اكبر مؤسسات الكهرباء في العالم كانت نقلة صعبة يعني ما كناش برضو يعني في الاول كنا تايهين وده بسبب ان احنا بفعلا ما كانش عندنا الفهم للموضوع هذا فانا عمري ما يعني ما عملت مقارنات بصراحة وحتى دلوقتي انا ما اعتقدش ان انت حتى لو شغال على اف ده معناها انها حاجة مش صعبة اكيد فيها نوع من انواع الصعوبة ممكن احنا مختلفة عن نوع البزنس ده بزنس مختلف بس مش معناها انه مش صعب طيب الموضوع التشالنجز اللي كانت موجودة ومزادت موجودة في كتير من شركات الطاقة المتجددة ان انت ده اغلب الوقت ان الناس بتعتوضع الطاقة على الدولة اسعار الانيشل انفاسمت بتاعت السولر انرجي غالية سواء بانلز سواء البطاريات سواء الحاجات دي اصلا تدخلها لان كلها ما بتتصنعش بمصر ففيه قاست عشان تدخل المعدات دي وكل الكلام ده تلاقي شباب بيفهموا في المجال ده ايه التشالنجز اللي وجهتك في المرحلة دي وهل تغيرت من دلوقتي الوضع دلوقتي عن زمان الزمان طبعا كان فيه عدم فهم كبير قوي للطاقة الشمسية بتشتغل ازاي يعني انا فاكر في الاول كانت واحدة من الحاجات اللي ورثناها بالرغم ان احنا مناش دعوا بيها لما بدينا كارم سولر كانت انه في فترة التسعينات اعتقد او الالفنات كان قبل ما نبدأ بفترة يعني كبيرة كان فيه ناس استورادت سخنات شمسية كتير جدا والسخنات دي ما اشتغلتش كويس والشركات دي نفسها وقعت فالنتيجة ان فيه ناس كتير ركابت سخنات شمسية والسخنات بازت وملوش حد يسلح حاجة بعيدة عننا تماما ولا ليها اي علاقة بينا بس هتلمس معنا واحنا شغالين في حاجة تانية اصلا بس لانه مفيش فهم لإيه النوعات المختلفة من الطاقة الشمسية التكنوليات المختلفة يعني فيه حاجات الطاقة الشمسية من اجل التبفئة والتسخين المايا فيه حاجات الطاقة الشمسية شتطلع منها كهرباء اين حاجات مختلفة تماما بس مكنش فيه فهم بالموض Blasi الانطباع العام يكون عند الناس ان الطاقة الشمسية حاجة ماينفعش يقومت عليها وانها حاجة مكلفة جدًا وده بالعكس عكس يعني هو ده عكس تماماً اللي احنا بنعمله بس كان لازم نتعامل مع حاجة زي كده ونقدر انه فيه فهم خاطئ نتيجة لتجربة معينة الناس مرت بيها نتيجة للمنتج معين كان بيتعمل الناس ملخبطاها مع اللي احنا بنعمله ولازم تتعامل معها النهاردة ده مش موجود فيه وعي اكتر بالشغل اللي احنا بنعمله وده علشان بقى فيه محطات كتير شغالة بقى فيه ناس عندها تجرب مع الشركة فالموضوع بقى اسهل عمتاً يعني زمان ما كانش فيه تمويل بنكي للموضوعية اول تمويل خدناه كان من الصندوق الاجتماعي للتنمية اللي هدل قد بقى اسمه صندوق الصناعات الصغيرة المتوسطة دي كان دكتور غدا والي ودكتور نبين جامع الاثنين دول ساعدونا في البداية وقدونا اول تمويل للمحطات اللي هي اللي بيعملها كهرباء لما عملناها في الاول وده فرق معنا جامل لان ده اللي خلق حتة التمويل البنكي لمحطات الطاقة الشمسية فاول حد بداها كان الصندوق الاجتماعي للتنمية بسبب ان الناس دي سواء كان الدكتور غدا او دكتور ندين ساعدونا وسهلونا الامور ان احنا ناخد تمويل من الصندوق بقصاته بتدفعها عادي زيها زي اي قاردة تانية بتاخده من البنك بس كان يعني ارحم وارق في التعامل من التعامل طبعا مع البنوكي ده النهاردة ما هواش مشكلة النهاردة بالتمويل البنكي متاح لمحطات الطاقة الشمسية والبنوك فاهمها وبالعكس عايزين ان هما يمولوا زمان ما كانش كده فطبعا الموضوع اتغير يعني نوعية المشاكل معها النهاردة مختلفة طبعا في مشكلة تسعير الكهرباء بمشكلة ازالية موجودة في مصر بسبب الدعم الموجود على الكهرباء بسبب ان انت مش عارف توجه هالدعم ازاي بسبب صاريخات الكهرباء انت عندك السعر الكهرباء زادت يعني دلوقتي 40% الناس ما هو انت انت ما انفعش تسعقوي كده لانه انت عندك برضو تعوين اكل منك اكتر من زيادت اسعار الكهرباء فالناتج النهائي للاثنين هو المهم مش بس واحد منه فبس دي مشكلة تسعير الكهرباء عمتن في مصر دي مشكلة يعني معويصة جدا وجبيرة بقالها يعني من الستينات واعتقد المشكلة دي يعني مكملة معانا شوية لانه مفيش حاجة بتتحل في يوم كل حاجة بتاخد وقتها عشان تتحل فاعتقد دي مشكلة مكملة معانا الخمس ست سنين جايين بس هلت فتكرة الطاقة المجددة يعني ممكن يبقى ليها تأثير على الاقتصاد في مصر او المشاكل الكهرباء في مصر يعني انت دلوقتي عندك مشاكل الكهرباء كبيرة جدا موضوع الغاز لما واقف ومش عارف ايه الكهرباء ومش عارف ايه الكلام ده كله عندك مصانع دلوقتي دلوقتي احنا عايزين ندعم التصنيع حلو جدا بس هتوصل الكهرباء قد ايه للمصانع الليزم تشتغل بقعة وشكين ساعة ما يتبعش تقول مصانع الساعة بتاعتها بملايين معلش احنا هنقطع قربة ثلاث ساعات كل يوم اربع ساعات ده نصيبه المصانعين طب هنعمل ايه اسعار المدن الجديدة اللي بتتفتح الكمباوندات فاكر لما اتكلمنا في الاول وقلتلك ان في مشكلة رئيسية في تصميم وطبيعة البنية التحتية الموجودة وقدرتها على التعامل مع الطاقة المتجددة صحيح النهاردة التاقة المتجددة حل اساسي ورئيسي في تقليل او منع اعتمادك على الوقود حل وبالتالي هي عندها القدرة انها تحل مشكلة مصر حل نهائي تمام ولكن هل عندك القدرة النهاردة في مصر ان انت توصل بالطاقات المتجددة انها تشيل 100% من احتياجاتك من الكهرباء لا احنا ما هو 20% بحلوة 15% كمان ما هو هي دي بقى الفكرة عشان تحل المشكلة 15% مش كافية هي لازم اكتر من كده بس لو وصلنا لكده يبقى حلوة برا بس احنا ليه مش عارفين نوصل لكده لان انت عندك مشاكل اساسية في الشبكة بتاعت الكهرباء في المحطات بتاعت الانتاج لانها كلها اتعاملت ومبنية على اساس الوقود الاحفوري على اساس الغاز والديزل والمزود طب ما فيه مدن جديدة بتبني يعني فيه مدن وكمباوندات جديدة احنا مثلا معنا بيجي معنا ناس مطولين اقارين ما بيبنوا مدن جديدة وبيبنوا كمباوندات جديدة هل الناس دي تقدر لو رحنا لها مثلا كاونسولر او اي شركة في مجال الطاقة المتجددات تقول والله انا ممكن احل لك جزء كبير قوي من الكهرباء في الكمباوند بتاعك لان هما لازم يعملوا الشبكات جوه هتحل مشكلة ممكن تحل مشكلة الكمباوند ممكن مش شرط ممكن تحلها ولكن المشكلة اكبر من كده المشكلة النهاردة انه هل لو كل الكمباوندات بتاعة مصر ركب الطاقة الشمسية الشبكة تستحملها او لا 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 ليه لان كل الطاقة دي منتجة الصبح بس انت احتياجاتك على مدى 24 ساعة حلو ما هي دي بقى المشكلة دايما بالطاقة الشمسية يقول لك انا محتاجة 24 ساعة وانت كده هعمل دلتريات قد كده بفلوس كتيرة هل برضو واحد بيزنس هيقول لك انا مش انا راجل تاجر مثلا بيزنس مطور عقاري انا في الاخرى عايز اكسب فلو البطاريات والشبكة بتاع الطاقة الشمسية دي ما عملتش ريتورن ما نخدش بيها يعني ميك سنس فينانشلي ما يعني على الورق والارقام وكده مش حاجة شكلها جميل بس مكلفة جدا عن الوضع الطبيعي لا طبعا مش هيعملها اغلب الوقت مش هيعملها وهم مش وظفتهم ان هم يعملوها دي وظفتنا احنا النهاردة احنا عندنا شبكتين عندنا شبكة الفرافرة الشمسية الشبكة دي بتوصل في بعض الوقات الـ 52% اعتمادها على الطاقة الشمسية او الكهربا المنتجة من الطاقة الشمسية وده لانها شغالة بالبطاريات عندنا شبكة تانية هتبتدي تستخدم البطاريات في خلال شهرين ثلاثة فاستخدام البطاريات النهاردة بقى ممكن وبقى اقتصاده بس هو مش هينفع اللي يعمله يبقى المستخدم النهائي مش هينفع الـ compound هو اللي يعمل لانه لازم يتعمل على المستوى بتاعة شركات المرافق اللي زينا لان دي الشركات اللي عندها القدرة انها تصمم الموضوع وتؤسسه بطريقة تبقى متناسبة مع الاقتصاديات اللي المستثمرين او البنو بيدور عليها بس هي هتحصل بس البطاريات مش كفائية الاساس هو المنظومة كلها من انتاج وتوزيع وادارة لان خلي بالك انت غير الانتاج والتوزيع فيه جزء تاع الادارة اللي هو جزء تقني جدا وهو فوق الانتاج والتوزيع وبيتأكد ان السيستم متوازن طول الوقت الحاجات دي كلها لسه فيها تطوير كبير جدا محتاج انه يتعامل مش بس في مصر على فكرة من حيثة الثانية بص على اكتر الدول المتقدمة وبص على قد ايه من الكهرباء المستهلكة عندهم جاي من الطاقات الجديدة المتجددة فيه نازم توصل لحاجة واربعين في المية بس عشان يوصل لمية في المية فيه استثمارات رهيبة لازم يعملوها البنية التحتية بتاعتهم عشان يقدروا يوصلوا لحاجة ايه ما هيش بس البطاريات بس ايه اللي ممكن يتعامل في الوضع الحالي يعني انا مثلا في امريكا كان من حاجات اللي ساعدت الطاقة المتجددة انها تنتشر وعربيات الباتريز وكده ان الحكومة كانت بتدي تسهيلات وجرانس وبتشيل من الضرائب ومش عارف ايه بحيث ان تخلي الناس تصرف فلوس على الموضوع ده يعني مثلا انا لو عندي بيت في امريكا لو عملت بالطاق الشمسية وبعت كهرباء الزيادة للدولة مثلا بيشيلوا من الضرائب عليا بيشيلوا بيدوني جرانس بيدوني فلوس عشان تغطي جزء من التكلفة بتسهل علي كتير قوي لو انا مثلا مطور عقاري عايز اعمل مثلا اقول والله انا لو وصلت الكمباوند او المدينة اللي انا بعملها دي مثلا الكهرباء المتجددة فيها تعدي الـ 25% فانت ليك امتيازات 1-2-3-4 هل دي من الحاجات اللي ممكن تحل الموضوع ده شوية هل احنا انا مش بشوف انها هتحل بصراحة انا مش هتحل 100% بس هتساعد انا بحس انها بتبوز السوق بمعنى انه انت النهاردة احنا وظيفتنا او التحدي الاساسي اللي عندنا ان احنا نخلي التقاط المتجددة متماشية مع الواقع لما تخلق حاجة مغايرة للواقع فانت بتحرم الصناعة عظيمة انها تتقدم التقدم الحقيقي المفهود انها تعمل بس انت محتاج تاخد باديها شوية يعني اغلب ده مش بياخد باديها انا مش بشوف انه بياخد باديها انا بشوف انه بيأجل الحل مش بيساعد على الحل انا عرف ان في ناس كتير جدا بتشوف من ناحية السياسات بتاعت الطاقة او من ناحية الفرص اللي تخلقها حاجة زي كده انها حاجة كويسة بس انا مش بشوف كده يعني انا بشوف في الاخر ان انا قدرتي على التعامل مع الواقع والتكيف معاه وانك تكبر بغض النظر عن الواقع اللي حاليك شكله ايه من اهم الحاجات اللي بتساعد على خلق مؤسسة قوية تخلي بالك احنا الفكرة مش انك تحل بسرعة الفكرة انك تحل حل نهيه اللي احنا عايشينه النهاردة في الكهرباء هو نتاج اربعين خمسين سنة من السياسات مش هيتغير في يوم وليل بس الكلام لو حد ممكن يسمع تقولك انت كده ايه محاولة سفرية ايه ماخد المية في المية احسر حاجة اللي انا ما انت متفقين عليها او ما نعمش حالي خلص مش ده اللي انا بحاول اقولك انه المشكلة اللي احنا فيها النهاردة ملهاش حل سريع حلو بس زي نقدر نخدها على مراحل؟ ده بقى الفكرة انك تخدها على مراحل مش مرتبط بان انت تدي حاجات هتأجل قدرة التقاط المتجددة انها هتتعامل مع الواقع انت بالعكس انت اللي محتاجه هو العكس انت محتاجه ان الموضوع يتطور اسرع علشان يقدر يتعامل مع الواقع الاقتصادي والواقع التقني اللي انت عايش فيه يعني النهاردة احنا محتاجين نطور من الشبكة بتاعتنا ودي حاجات احنا بنشتغل عليها والناس محتاجها فعلا هل فيه تعاون بينك وبين مثلا مؤسسات حكمية وكده في المجال ده؟ طول الوقت طول الوقت دي حاجة عادية وطبعية لانه انت النهاردة لما بتاخد امتيازات توزيع الكهرباء في اماكن معينة انت بتتعامل مع شركة النقل وشركات التوزيع ومرفق الكهرباء والوزارة بسرعة يومية فانت لازم بتتواصل معهم طول الوقت وتحاول ان انت تنسق معهم لان خلي بالك في حاجة مهمة شبكة الكهرباء في مصر بتشتغل ككيان واحد حتى لو هي متقسمة بين شركات مختلفة صحيح بس هي في الاخر الشبكة القومية للكهرباء طب انا عندي سؤال هل الافضل ان الشركات الطاقة المتجددة تمسك المناطق اللي هي المعزولة عن الشركة المعزولة عن الشبكة فهم يبنوا الشبكات فيها وده مرتاحة وكده على قل يجروا في الحتة دي بيبقى ليهم دعمة في الحتة دي لغاية ما توصلهم الشبكات العمومية تمدهم هل ده حل طب هل بدل ما قول اسطرة مثلا حل هو واحد في المية ما نفاه سهولا مش متوصل شبكة الكهرباء هو واحد في المية بس اللي انت بتقوله ان انا لازم اضب البنية التحتية اغيرها وانطور فيها الكلام ده بياخد سنين طويلة ومتكاليف كبيرة جدا انا بتكلم على الواقع ايه اللي نقدر نعمله النهاردة عشان نوصل الطاقة الشمسية او الطاقة المتجددة عمتا توصل يبقى مثلا من الواحد او الاثنين او الثلاثة او الخمسة في المية دلوقتي يوصل لخمسة وعشرين في المية شوفي احمد مش هينفع اقولك حاجة عشان انت عايز تسمعها لا انا عارف ان فيه لو الدنيا حلوة حيبكز خلاص انا فاهم ده وانا وانت مطلبين عليه لا هي الدنيا مش حلوة اللي انا بحاول اقوله لك انه مفيش حل سحري انا فاهم لانه انت عندك تحديات تقنية واقتصادية احنا بالفعل شغالين عليها مش بقول انها حاجة هتتحل في المستقبل بس هو الشغل اللي احنا بنعمله النهاردة هو اللي هيؤدي ان بعد سبع تمن سنين مصر تبقى اكثر قدرة على انها تعتمد على نفسها وما تعتمدش على الوقود لكن النهاردة ايه هو الحل السريع انك تشتري غزاء اكثر ليه لان انت البنية التحتية اللي عندك خلي بيالك برضو لما منع النهاردة كارم سولر والشركات اللي زي كارم سولر كلها على بعضها نسبتها قد ايه من انتاج الكهرباء ومن توزيع الكهرباء في مصر حاجة بسيطة جدا طيب حاجة يقول ليه ليه جدا 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 يعني طيب يبقى انت الحل ما هواش هيبقى في اطار الشركات دي لوحدها الحل اكبر واعام من كده صحيح طيب عشان الحل الاكبر واعام من ده من كده يحصل في حاجات معاينة لازم تحصل لازم افجريدز معاينة للشبكة تحصل عشان تقدر تتقبل اصلا محطات الطاقة الشمسية هتبقى بتدي انسنتف للطاقة الشمسية بس مش عارف توصلها للشبكة الشبكة مش مستحملة فهل الفلوس اللي انت اديتها دعم للطاقة الشمسية كنت اديها دعم للطاقة الشمسية ولا الاولى تحطها في تنمية الشبكة الاولى تحطها في تنمية الشبكة وتخلي الطاقة الشمسية او الشركات شغالة بالطاقة الشمسية تشتغل بالاقتصاديات المزبوطة من غير ما يبقى عندها اي دعم مش شرط ان يبقى عندها فالأنا بحاول أقوله لك لازم نوصف المشكلة صح عشان نوصل لحل صح المشكلة نتجة عن حاجات طويلة الأمد كنا بنعملها ما بطلنا هاش فبالتالي لا يمكن يكون عندك حل قصير لو أنا جيت لك النهاردة ممكن أقولك حاجة أنت تتوقع عطع الكهرباء هيوقف أنت الغاز إنتاجه يزيد بالضبط يعني اللي بحاله لك أي حد هيقولك حاجة غير كده النهاردة مش هيبه بيوصف بيوصف الموضوع صح لأن أنت البنية التحتية بتاعتك معتمدة على الغاز أو على الديزل وده البنية التحتية اللي هي مسؤولة عن الجزء الأساسي من إنتاج الكهرباء طيب لو أنا جيت لك وحطيت طائية واحد جديد صانع قرار وعايز يحط أمل وهدف خلال خمس سنين أن أنا الطاقة الشمسية اللي عندي أو الطاقة المتجددة بكل أنواعها من دلوقتي مثلا تحت أربعة في المائة يقولك أنا نفسي في خمس سنين توصل لعشرين في المائة أن الطاقة المتجددة تبقى نسبة معينة بس أنا أظن أن يباليها تأثير يعني نزودها شوية أنا أنا ما أقولهاش كده برده بتاع إنزال الإنسان على الأمر ده كان هدف في وقتها يبان أن هو مستحيل تمام وهدف صعب جدا لكن مرتبط بيه لو أنت خدته كهدف أساسي ورئيسي وحاجة عايز تشتغل عليها مرتبط تماما بتنمية حاجات تانية كتير وراها فأنا الهدف بتاعي ما ينفعش يبقى أن أنا أصل لنسبة معينة في الشبكة من التقاط المتجددة الهدف بتاعي لازم يبقى إزاي أخلي البنية التحتية بتاعة الكهرباء في مصر غير معتمدة على الوقود في فرق كبير جدا ما بين الاتنين إذا أنت بتتكلم يعني خليا أقول لك حاجة برضو أنا لو أنا بسمعك بلات أقول أنت بتتكلم كلام عام شوية يعني أنت لك المعرفة بكلمة عامة شوية وأن أنت تقول لي أنا عايز بلد فيها مية وعشرة مليون شخص مرة واحدة بنية تحتية معمولة من مئات السنين مرة واحدة قالبها كده أنت كده صعبت علي الأمور أن أنا حاولي أعمل حاجة لكن مثلا لو أنت جيت قلت لي والله يا أحمد ده في مدن جديدة بتتبني إزاي المدن الجديدة دي دلوقتي يسيبك من القديم المدن الجديدة دي إزاي أعمل فيها حاجة طب نشكل الموضوع بطريقة عشرين في المية فإحنا في المناطق اللي هي بره القاهرة وإسكندرية والمدن الكبيرة مثلا في الأرياف وفي الصعيد وفي كذا وفي كذا ممكن لسه البنية فيها مش متشور أو مش متطورة أوي نقدر بنخش بحاجة زي كده يبقى أنت كده ديتني إيه خطوات أو خطوط عريضة فيها لكن لو أنا بسمعك مثلا وأنا شخص في يوم ما كان ليا قرار في الموضوع ده طب أنا والراجل ده صعب على يا قوي فأنا خلاص كده أنا هفضل أعمل زي أنا بعمل تصعبت على يا قوي قالينا يعني أبسطها المدينة الجديدة اللي أنت عايز تعملها بطريقة مختلفة هتعمل شبكتها بطريقة مختلفة هل هتوصلها على الشبكة القومية للكهرباء ولا لا ده سؤال تقنيا واقتصاديا من مصلحتك توصلها طالما وصلتها فهي بقت أسيرة للنظام اللي شغال عليه الشبكة القومية للكهرباء فاهم بحاول أقولك إيه فعشان كده على طوب أقولك إن الحل ما هواش في الأطراف الحل هو في صلب الموضوع ولما بتكلم على امتلاك المعرفة أنا بتكلم إنه إزاي هنتور من نفسنا لتغيير طريقة الشغل بتاعنا بمعنى إنه إحنا النهاردة متعودين إن في محطات إنتاج كهرباء وفي شبكات توزية الحاجة الجديدة اللي هتدخل والمصر برضو شغال عليها هي محطات تخزين الكهرباء لأن محطات تخزين الكهرباء هتبقى بتلعب دور زي الدور اللي محطات الإنتاج بتلعبه طيب عشان المنظومة دي تبقى شغالة تبقى كلها شغالة وإنت طارق تعملها لأننا نهاردة لو أنا مستثمر وعايز أعمل محطة الطاقة شمسية أنا عايز أقولك حاجة إحنا دخلنا منطقة مارسعالم ربطنا جزء منها على شبكة الكهرباء كانت أفجريت وإحنا أخذنا حق توزيع الكهرباء في مارسعالم في جزء من مارسعالم شمال المدينة ووصلناها الشبكة القومية وبتشتغل جزء منها شغال بالطاقة الشمسية هل الجزء ده ما بيقطعش عنه الكهرباء؟ بيقطع هل إحنا تقنيا عندنا القدرة لنخليه ما يقطعش؟ عندنا بس هل شغال؟ لأ ليه؟ لأن في الآخر أنت معتمد على منظومة من مصلحتنا كلنا كمجتمع أنها تشتغل كمنظومة واحدة ومن مصلحتنا كلنا أنها تتطور بطريقة معينة لأن غير كده أي شغل على الأطراف لا يحل، لن يمكن على الأطراف تثبت أن شيء معينة تشتغل، مثل الشبكة القومية لسه لا عليها تخزين الكهرباء كجزء أساسي منها نحن لدينا شبكة الفرافرة شغالة بتخزين الكهرباء، لماذا؟ لأن هذه معرفة نتعلمها فعندما نبدأ ندخل المحطات التخزين على الشبكة القومية للكهرباء، سنعرف نستخدمها كيف؟ لكن هذه هي حاجة هل هي تحل مشكلة الشبكة القومية؟ لا تحلهها طب هل أنت النهاردة طالما اشتغلت الفرافرة أو الشبكة اللي عندنا في الفرافرة شغلناها بالبطاريات؟ هل معنى كده الأفضل لها أنها تفضل معزول عن الشبكة القومية؟ لا، الأفضل لها ترتبط بالشبكة القومية أيضا فعشان كده اللي بحاول أقوله لك أنه حط أهداف رقمية زي ما أنت عايز، ما فيهش مشكلة بس المهم إيه هو الحاجة اللي أنا عايز أوصل لها؟ أنا مش عايز أوصل لنسبة معينة من التقاط الجديدة متجددة، أنا عايز أبني وأصمم الانفراستركش بتاعتي كلها إنها ما تبقاش معتمدة على الوقود، عشان أسمح للناس إنها هتدخل بالتقاط المتجددة اللي هي عايزها فالنهاردة بافتراض أن أنت عرفت تجيب كل الفلوس، تحط كل الدعم اللي أنت عايز تعمله إن كل محطات الطاقة الشمسية اللي أنت عايز تعملها، ممكن تعملها هل هتقدر تربطها كلها على الشبكة؟ لا، مش هتقدر، فلازم علشان أشتغل على حل الصح، لازم أوصف المشكلة صح عشان نعرف أشتغل على حلها بالطريقة المفيدة، فإحنا النهاردة جزء كبير من شغلنا من الحاجات اللي إحنا بنعملها مع الحكومة هو على الاستثمار في شبكة الكهرباء، خلي بالك أنا بتكلم إن استثمار في شبكة الكهرباء، مش في محطات الطاقة الشمسية ليه؟ رجعت للأصل لأن هو ده اللي هيسمح إنك تستثمر أصلاً في التقشمسية أكتر، بس لو أنا في وضل عندي أصل المشكلة ما بنشتغلش عليه، مش هتقدر تشتغل حاجة اللي أنت عايزة فتاني، هل بقى إحنا عايزين نوصل إلى 20%، 30%، 15%؟ فعلاً مش فارق معي الرقم، فارق معي إحنا عايزين نوصل له إزاي؟ وفارق معي المبدأ اللي وراء، عشان كنت بقول لك المبدأ لازم يبقى إن أنا أقل الاعتمادي على الغاز كل يوم قد إيه، مش أنا هركب طاقات متجددة كل يوم قد إيه لأن لما يجي ركب طاقات متجددة، هوصل لمرحلة مش هعرف أزودها، لأن كل البنية التحتية بتاعتي متعمد على الغاز مش عارو إذا كانت الفكرة وصلت ولا لا، وصلت طيب حلو، بالنسبة بل نرجع لكارم سولر بالنسبة، هل أنت مستمر إن أنت تركز على الطاقة الشمسية بس؟ ولا أنت بسبب إن أنتوا شغلوهم مع الشبكات وكده، بتفكروا أن تتوسعوا لطرق للطاقة المتجددة كي زي الرياح وغير 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 لما بدأنا ما كان عندنا لدينا تفكير بنفس الطريقة، فكان التفكير الأساسي هو في الطاقة الشمسية، هل هنفكر في شيئات تانية غير الطاقة الشمسية؟ طول الوقت بكم في شيئات تانية غير الطاقة الشمسية، لا نحن شخص مجبارين إنه نشتغل فقط بالطاقة الشمسية، ولكن من أجملا الحاجات في مصر هي أن الطاقة الشمسية متاحة تقريبا في كل حطة في مصر وان الارض متاحة فده بيخلي انه في اماكن كتير من اللي بنشتغل فيها التاقة الشمسية حتى لهي الفوتوفولتايكس حتى مش السي اس بي هي الاكثر ملاعمة لمعظم الاماكن اللي موجودة في مصر فهو اختيار مرتبط بطبيعة المكان واقتصادياته اكتر منه رغم من ان احنا نشتغل في التاقة الشمسية فقط ولكن التكنولوجيات عملها بتتطور وطرق ادماجها مع الشبكة القومية عملها بتتطور كمان فمش شرط ان احنا نشتغل فقط في التاقة الشمسية. وهل انتو بتفكروا تتوسعوا برا مصر مثلا? اه بالتأكيد يعني اعتقد ان المستقبل بتاع الشركة احنا الهدف بتاعنا ان احنا نبني مؤسسة في مصر تكون قادرة على اه تطوير المرفق ده مرفق الكهرباء في مصر عاماتها يعني او تطوير النوعية دي من الشركات وتطوير المعرفة المرتبطة بيها وتصدير المعرفة دي للمنطقة بتاعنا. يعني دي حاجة من الحكاة الاساسية اللي احنا شغالين عليها. طيب انت دلوقتي عندك متين موظف طريبا والتين ما شاء الله كل شابه يكبر بتاعي الناس ماشي ماس بجيب ناس بتعمل انترويوز او كنت بتعمل انترويوز. ايه الحاجات اللي بتشوفها اه بتدور عليها في الناس يعني لو انا جيت عايز اشتغل بكورن سولور. ايه الحاجات اللي بيتدور عليها? ايه الحاجات المعوقات اللي بقيت تلاقيها في ان انت تلاقي كوادر? ويهي الحاجات اللي بتقول لو شفت حد بيعملها وكي بتقول هو ده مش خينفة? شوف برضو اعتقد هرجع للثلاث حاجات الأساسية اللي كنت بتكلم عليها في أي بني أدم اللي هي المعرفة والسلوك وتقابل النقد ان دولي الثلاث حاجات الأساسية بس الثلاث حاجات دي عمرك ما هتعرف حقيقة يعني وجودها في البني أدم من الانتربيو بتعرفها مع الوقت فأعتقد احنا الناس اللي بتكمل معنا هي الناس اللي بتقدر تثبت ان عندها الثلاث حاجات دول يمكن في خلال سنتين ثلاثة من الشغل معنا هما دول غالبان اللي بيعرفوا ان هما يكملوا معنا هل بقيت تواجه الصعوبات في انت تلاقي كوادر كويسة طبعا طبعا في يعني خلي بالك انه بسبب الظروف اللي احنا لمصر تمر بيها فيه ناس كتير بقررت انها تسافر برا تشتعل برا فان انت تقدر ان انت تجذب مهارات في ظل ازمة اقتصادية طبعا صعب مش زي قبل كده يعني قبل كده كان موضوع اسهل بكتير والنهاردة بقى اصعب بس في الاخر البلد كبيرة يعني مصر كبيرة جدا وقدرتك انك تلاقي ناس كويسة بس اصغر موجودة هيا بدي بقى السؤال هل مستعد تراهن عليهم يوصلوا للحاجة اللي انت كنت عايز تجيبها داي ون من اول يوم ولا لا انت قدمك اختيارين يقبقى تجيب ناس صغيرة تعلمها يقبقى تجيب ناس كبيرة جاسة في الظروف الصعبة في الظروف الصعبة بتميل اكثر انك تعمل اولناك انك دي الناس صغيرة وتعلم بس ده بيحتاج منك وقت ومجهود اكتر عشان تقدر تقومه بس زي ما يقوله بتخيش كتير اعمال ما يفضل يتعلم تمز التعليم زي ما قالك خالد بس لما بتوصل لحاجة لما بتوصل لناس كويسة بتفرق جامعة يعني احنا قلب الفريق عندنا من الناس اللي طلعوا من الشركة في خلال العشرة ايه معنى القيادة او الليدوشيب بالنسبة لك؟ مش عارف اجابة مختصرة اعتقد انه مرتبط بالقدرة على فهم الاخرين والتواصل معهم اعتقد يعني لو انت قدرت تفهم الناس اللي قدامك وعريك تتواصل معهم كيف يبناء على الفهم ده اعتقد دي من اهم الحاجات في القيادة ايه معنى النجاح بالنسبة لك في الحقيقة المدى؟ خدمة قضية معينة على فكرة النجاح بالنسبة لي مش شرط حاجة بتحققها في حياتك يعني انا ما عنديش لحظة معينة بعتبر فيها انه بعتبر نفسي ناجح او بعتبر اي حد ناجح اعتقد دي حاجة اطول من عمر البشر نفسهم يعني فهم مش عارب يعني بس اعتقد ان انا يكفيني ان انا بشتغل على قضية معينة انا مؤمن بيها طول حياتي بغض النظر اوصل ل ايه في الاخر؟ لو بصيت على الكارير بتاعك السنين اللي فاتت ايه اصعب لقطة او تجربة مرت بيها؟ اعتقد 2017 كانت سنة صعبة جدا كنا شغالين على جولة استثمارية وفشلت وكانت كل حاجة ضدنا وكنا على وشك يعني كان حتى من الناحية المالية كانت الشركة في وضع صعبة جدا ودي كانت اللحظة بالزبط الرئيس مجلس الدراء الحالي عندنا عمر الصواف اتفاجئت بي انه كلمني في تريفون وحطت استثمار جديد في شركة ساعتها في اصعب فترة الشركة مرت بيها وانا حتى مفهمتش يعني قبل ما اتكلمت معاك انه ليه بيعمل حاجة زي كده؟ وكانت كلمته بصراحة ان حد النهاردة فلقيت معاك جدا انه هو قال لي انه لما تبقى الناس ظهرها في الحيط رد فعلها هو حاجة من الحاجات المهمة بالنسبة له اللي على اساسها بيحدد الناس دي جد ولا مش جد ولا هتوصل لحاجة ولا لا وقال لي انه لما شفنا واحنا ظهرنا في الحيط والدنيا صعبة جدا جدا وقررنا ان احنا هنكمل ومستمرين ومخلصين للشركة قال اللحظة دي انا ادركت فيها انه انت هتوصلوا الحاجة فحطت معانا استثمار في اخر 2017 او اول 2018 هو ده اللي ساعدنا نجيب بعديها بالضبط بسنة بسنة اي دي اف يعني في 2017 كنا فعلا على وشك الافلاس وفي 2019 كان اكبر استثمار ده خلينا اللي هو حط الشركة في حتة تانية خالص النهار وده بفضل اللي هو كان عمله معنا ساعتها وده اللي كان يعني واشا كتاب اقولك انه ساعتنا ما بيبقى الوضع صعب جدا بيطلع افضل او اسوأ ما في الناس على الناحية التانية ايه اسعد ايه اسعد لحظة او او ذكرى في السين اللي فاتت مريد بها في الكريو بتاعك لما الترونبة اشتغلت بالرغم ان احنا كان البرودكت نفسه ما كملش بس دي كانت اول مرة احس كده انه يعني رغما عن كل اللي كان حولينا وكل اللي كان بيتقل الموضوع اشتغل لو انا عادتك قدام نفسك وانت عندك واحد وعشرين سنة تنصح نفسك بيه؟ تحري الحكمة بصراحة يعني اعتقد ان انا بقى افاوات كتير جدا لحد النهاردة بشوف ان الحكمة دي او حاجة صعبة جدا انك تفكر في حاجات كتير في نفس الوقت مرتبطة بموقف معين او بازمة معين هتفضل طول عمرك كده هنفضل طول عمرنا بنحاول نوصل لها اه بس اعتقد ايه حاجة من الحاجات الاسالة يعني كنت اتمنى ان انا بقى مدركها من انا صغير بصراحة ادركتها على كبر ادركت اهمية الحكمة على كبر لو تخيلت نفسك في اخر عمرك اخر كريب تحب الناس تفتكرك بايه او طول عنك ايه؟ كان رجل كويس بس ما اعتقدش ان في حاجة اكتر من كده ايه اكتر نصيحة حد ايه لك في الحقيقة عم تنفرقت معك؟ اه اه لا دي صعبة شوية اه 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 موما يمكن كان في حاجة يعني اه 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 كنت بتقولي على طول لما برضو لما كنت يعني وانت بتتعامل مع الناس على طول بتحط في مواقف ممكن تحسل قدامك ده اه مستهدفك او يعني عايزي دايقك او بذات لو انت بتشتغل في حاجات يعني لو انت بتدير شركة على طول بتبع عندك الاحساس دي فكت على طول بتقولي افتكر على طول انت مش بتعامل الناس انت بتعامل ربنا بمعنى انه في الاخر كل حاجة مؤقتة ولكن الحاجة الاساسية اللي باقية هي هل الحاجة اللي انت بتعملها او بتعمل انت بتعمله مع البني قدمين ده حاجة انت هتبقى راضي عنها مع ربك ولا لا اعتقد دي حاجة من الحاجات اللي فضلت مكملة معايا بالذات في المواقف المستفزة يعني المواقف المستفزة على طول اللي هيبقى بتبع اكثرها احتياجا للحكمة والتحكم في النفس بيبقى الواحد ساعد يعني بيفتقد للاتنين لو عندك كتاب او اتنين ثلاثة فرقوا معاك واثروا في حياتك وحابت ترشحوا منينا ثلاثية غرناطة بتاعت رضو عشور الكتاب ده بيحكي على اللحظات الاخيرة قبل سقوط غرناطة وتأثرها على ثلاثة اجيال بعدها غير الجانب التاريخي الجانب التاريخي طبعا معروف ولكن الجزء الانساني اللي فيها سقوط الاندلس بيشرح حاجات كثيرة جدا من التعامل مع المقاسي التعامل مع المسيان التعامل مع القهر التعامل مع الغربة التعامل مع نقل حياتك كذا مرة انا فاكر انها كانت قراءة دسمة جدا لحاجات انسانية كتير بغض النظر عن الجانب التاريخي فلما قرأتها حاسيت انه مشاكل كتير من اللي نعدي فيها تعتبر مشاكل صغيرة وبسيطة مقارنة بالثلاث اجيال اضطروا ان هما يعدوا فيه في الثلاثية بتاعت ورناط يعني هون كتاب عظيم غير انه كتابة ردو عشور نفسها ونسلوبها وتحللها الامور جميل هل فيه كتب تانية هاي بتوشحوا منين اه او في البزنس مثلا لا لا عامة فيه كتاب انا بقرأت دلوقتي وهو بصراحة يعني ملهم جدا بس على ناحية السياسة الدولية اللي هو تشيب وورز الكتاب ده يعني يعني بيشرح اه بيشرح النهاردة انا مكنش اتخيل بصراحة ان الموضوع كبير بالشكل ده وان فيها اعتمدية كبيرة من دول العالم كلها بذات الصين على امريكا وان الموضوع ده بقى محل خلاف كبير محل خلاف كبير جدا ما بينهم دلوقتي فكتاب ده برضو من الكتب اللي انا يعني مديني رؤية جديدة او 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 في واحدة تانية حلوة قوي بقى ليه علاقة بـ او بالسلوك الانساني عاماتا المتأثيره على الاقتصاد وظريف قوي اسمه نج ده برضو من الحاجة نج بيفرق انه في الدزاين كل حاجة في الاخر بيتم تصميمها الشركة بيتم تصميمها في العمل بيتم تصميمه كل حاجة بيتم تصميمه فالكتاب ده بيوري لك ازاي انه تغيير تغيير صغير في التصميم ممكن يغير تجربة كاملة او بهيفيور كامل بتاع بني ادم او نتيجة بتاع الشركة او هكذا احمد انا في نهاية اللقاء احب بشكورك اوي وجودك معنا انا شخصيا استمتعت اوي بيه لان انا انما تقابلنا اكتر مرة وتكلمنا حبيت فيك ان انت يعني زي بيول عندك هوليستيك فيو او شخصية فيها ثقافة غير البزنس غير امور كتيرة تكلمنا فيها احنا مهتمين بمواضيع كتيرة فمبسوط ان انت فتحت قلبك معنا كتير وتكلمنا في تفاصيل كتيرة في الحلقة وان شاء الله انا اتمنى لك كل التوفيق في الجديد وان شاء الله يكون لنا اعداد تانية في المستقبل بإذن الله برسية جدا يا احمد وان شاء الله اكيد نتقابل ديني ان شاء الله ولو انت او انت لسه بتفرجوا علينا لغاية دلوقتي ما تنساش تفعل جرز النوتوكيشن تعمل سوبسكوايب للقناة بتاعتنا لو بتتفرج على اليوتيوب ولو بتسمعنا او بتسمعينا على اي منصة من منصات البودكاست الصوتية اعملوا شير يا جماعة ولو مع شخص واحد لان ده اللي بيساعدنا نجيب ضيوف زي احمد وغيره وغيره يتكلموا معنا عن رحلتهم في المجالات بتاعتهم المختلفة ونقدر نوصل المعلومات دي لأكبر عدد من الناس ونشوفكوا في حلقة جديدة من بيزنس بالعربي بودكاست وما تنساش انت سي او حياتك السلام عليكم اشتركوا في القناة